أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيله طبعاً آسفين أصدقائي على التأخير هذا تقريباً 12 دقيقة كان لازم ندخل قبل 12 دقيقة على الخط طبعاً الموضوع ما اليوم مناظرة هي بين الدكتور جورج والدكتور طاها في موضوع العجاز العلمي في الجنين قبل ما نبدأ بالعجاز وبس بدي أرحب الأصدقاء بالدكتور المناظر من الطرف الإسلامي للدكتور طاها أهلاً وسهلاً فيك دكتور طاها أهلاً فيك حبيبي جان أنا طبعاً مبسوط النهاردة جداً أولاً عشان أنا موجودة على القناة بتاعتك ثانياً عشان حبيبي طبعاً رسول جلدة الحنفية وهو إنسان بغض النظر على إنه رسول يعني هو قريب من قلبي أوي جورج يعني وسهلاً وسهلاً فيكم وتابعين على القناة وياريت يعني تبقى ليلة كويسة إن شاء الله أكيد أكيد واحدة تبقى ليلة كويسة بوجود نبينا جلدة الحنفية خلونا نرحب بنبينا بالبداية أهلا وسهلاً فيك نبينا أهلا وسهلاً جان سعيد إن أنا أزور معك مرة تانية على قناتك ومرحباً بالدكتور طاها إنسان محترم وصديق عزيز شكراً شكراً جورج بس يجب أن تعمل ميوت شوي بس ساي مقدم صغير يا أخي طاها لو سمحت طبعاً يا أصدقائي أنا بعتذر مرة أخرى أنه تأخرنا ربع ساعة لأنه كان دكتور طاها عنده عملية ولذلك تأخرنا بس المباشر آسفين كتير وطبعاً مثل ما بتعرفوا اليوم عنا مناظرة هي بين الدكتور طاها والدكتور جورج حول الموضوع بصراحة المسلمين يعني كتير زعموا إنه فيه أعجاز علمي بصورة المؤمنين آية من 11 للـ 14 على ما أعتقد خلونا بس نقرأ الآية الآيات اللي بتقول طبعاً المسلمين يدعون أن فيها أعجاز علمي وطبعاً كملحدين يعني نحن هنا في ذلك جملة وتفصيلاً على كل خلونا نقرأ الآية بقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة المنطين ثم جعلناه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم إنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين طبعاً هاي من صورة المؤمنين من الآية 11 للآية 14 أنا من هون أصدقائي رح هيكون عنا 10 دقائق رح أعطيها للطرف المسلم بالبداية بعدين 10 دقائق للطرف الملحد وبعدين 5 دقائق نتناقش ونشوف وجهات النظر الفريقين خليني أبدأ معك أخي طاها أنت كمسلم تدعينا في عجاز العلمي يا ريت تشرح لنا شو هو العجاز العلمي وكيف عجاز العلمي في هالآية هاي تفضل الله عندي 17 و16 دقائق بـ 26 دقائق عزيزي جان طبعاً أنا مرة تاني برحب بيك وبرحب الأستاذ جورج وبرحب كل الضيوف اللي سمينا النهارة أولاً العجاز العلمي في القرآن طبعاً مش بيقتصر بس على آية دي بس هي الآية دي اللي اللي في مجال اللي تخصصنا هي بجموعة من الآية التانية أنا كراجل دكتور ودكتور نسا وتوليد كمان يعني هي مرتبطة بيها كثيراً أولاً الآية بتقول أولاً قد خلقنا الإنسان من ثلالة من طين ثلالة من طين ده في الموروس بتاعنا طبعاً الإسلامي أن أن الإنسان كله جاي من آدم وآدم ربنا خلقه من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أنا بس مش عايز أتكلم بالإنجليش يعني عشان لمعرفش اللي متابعيننا يعني هي اللي بتبقى الفيرتليزد أوفم البيضة المخصبة يحصل حملة أساساً لازم يكون في زكر وأنسة والحيوان المنوي بيأتي من الزكر والبايدة بتأتي من الأنسة والتخصيب أول ما بيحصل بيحصل في الأنبوبة بتاعة الرحم اللي هي الفالوبين تيوب الرحم زي ما احنا عارفين بيتكون طبعاً ليطرس وتو فالوبين تيوب وتو أوفري والكلام ده الفالوبين تيوب اللي هي قناتين فالوب بيحصل أن الأوفري بيمدها بالبويضة اللي هي الأوفم الأهداف الموجودة في التيوب دي بتاخد الأوفم بعدين تنطلق الحيوانات المنوية من تحت وتطلع في طريقها طبعاً بالملايين عملية التخصيب اللي بتحصل بتحصل في الأنبوبة بتحصل في الرحم نفسه مفروض إن البويضة المخصبة دي اللي ربنا تكلم عنها يعني وجعل نطفة في قرار المكين اللي بتاخد طمانتاشر يوم في الأنبوبة وبعدين تنزل من الأنبوبة يحصل لها إمبلانتيشن في اليطرس اللي هو في الرحم طيب ربنا لما قال في قرار المكين وقال عليها نطفة يعني أول هامل مسمى في حد ذاته نطفة وقرار مكين يعني بالنسبة لواحد أمي من 1400 سنة وعايش في بيئة صحراوية قاحلة ما يعرفوش أي حاجة في الدنيا ولا جرى ولا كتب ولا راح ولا جاء فدي في حد ذاتها يعني تعتبر يعني تخليك تفكر يعني شوية يعني كلمة نطفة دي في حد ذاتها يعني كلمة غير معروفة للعرب يعني انت لو جريت في أي كتب مكتوبة في عهد الإسلام أو قبل عهد الإسلام وكان على فكرة في حاجة اسمها سوق عقياز وزيمياز وكده وكانت تاجي الناس فيه يعني تصامر يقولوا أشعار وكتب والكلام ده من جميع يعني البلدان العربية كلمة نطفة دي في حد ذاتها غير موجودة في أي كتاب قبل كده وما تذكرتش حتى ببيت شعر ودي في حد ذاتها يعني دليل على بلاغة الكلمة ثانياً فيه قرار مكين يعني أنا مش عايز أعمل زي ما جرجي بيقول يعني هو فيه حتة جرجي بيعجبني فيها وأنا باتطفق معاه اللي هو يقول لك يطلع لك واحد يقول لك العالم الفلاني العالم الألماني والكتاب اللي مش عارف وصله إيه ولا يكون فيه عالم ألماني ولا تعرف أم الكتاب اللي تكلم وأي هري وخلاص يعني عشان كده بجد أنا فيه عالم بجد مش فاك رسمه عشان كده مش عايز أحكي القصة دي اللي هو لما تكلم والله بجد أنا مش عايز أحطره عشانك عشان أنا متطفق مع جرجي فعلاً في الهدة دية يعني ما حبش أحب اللي يتكلم يتكلم بمصادر يعني ويقول مصدر فلاني العالم اسمه كذا تولد سنة كذا قال كذا نسمع عن رواة فضاء سمعوا الأزام في السماء وراحوا الأزهر أسلموا من أنهي دولة وفأنهي فضاء سمعوا الأدام وسنة كام جوا الأزهر وأسلموا وليه طب الصحافة ما يعني نلتقتش بيهم في مصر وكده يعرف أنا يعني مقتنع عني فيه هرتلة وكد بكتير بيحصل بس هو فيه عالم فعلاً يعني اتكلمت كان في كتاب لأستاذنا الكبير لأستاذ فاتح زكي وده واحد من يعني أنت كنت فن هجامة صعيف في الطب يا جورج يعني لو ينفع معلش تدخلهولي على السريع كده في مصر ده ما توسيو معايا كنت يعرف الدكتور فاتح زكي تعرفوا؟ فهو فاتح زكي يعني مرة تشريح جمام واحنا الإمبريولوجي علم الأجلنا بندرسه في سنة ولا وتانية في مادة التشريح فهو تكلم عنها يعني قال قال أني أمكن حتى في الرحم وأكثرها عمقاً اللي هو الأنبوبة سماها قرار مكين لأن النطفة دي عبارة عن الفرتليزد أوفم اللي هي البويضة المخصبة وزي ما تكلمت البويضة المخصبة عملية التخصيب للبويضة دي بتتم في الأنبوبة وبتقعد لمدة 18 يوم فاتح زكي فكرها المحاضرة دي كويس يعني بيقول قرار المكين التيوب دي بتبقى المكان المكين الموجود داخل اليوترس أكثر منطقة الأوفم بتبقى ضعيفة المخصبة ما بيبقاش فيه حركة ما بيبقاش فيها انقباضات اليوترس الرحم زي ما أنتم عارفين الخلايا الخلايا بتاعته خلايا عضلية أو الجدار بتاعه جدار عضلي وده بتحصل فيه أحيانا انقباضات شديدة فالنطفة دي بتبقى ضعيفة جدا لو هي موجودة يعني عملية الإخصاب تخصيب الحياة المنوي والبويضة حصلت في الرحم نفسه ما حصلتش في العنبوبة فإن الجنين يحصل له إجهاد فأول تكوينه فدي برضو من الحياة البليغة في كلام رسول الله اللي هو على يعني على لسان الله في القرآن لما يقول نطفة في خرار ايه مكين يعني أنا بحاول قدر الإمكان معلش يا أخوانا يعني أنتو على فكرة يمكن أول مرة في حياتي أتكلم في اليوتيوب كانت مع جانب أنتو ناس من زمان يعني في الموضوع دي يمكن عندكم طلاقة أكتر وقدرة أكتر عم وجهة الكاميرا يعني فمعلش أنا بتأسف لكل الناس برضو اللي سمعاني لو كان يعني اسلوبي ركيك شوية أو اللي محلومة مش بعرف وصلها كويس لأن في ناس يعني ليهم سنين في الموضوع دي في مجال الإعلام بس أنا حاسس أني بعد كده يعني حبقى زيل برابندة معاكم بس يزبروا شوي طيب احنا وصلنا للآية كامية يا جان عشان أنت خليتني أهرب كده صورة المؤمنون الآية 11 تمام ثم جعلناها نطفة في قرار المكين وصلنا طبعا لنطفة في قرار المكين ثم خلقنا النطفة علقة العلقة دي عشان على يدي على يدي دي أنا بقى بدون فتي إيه المصدر بتاعك تقول الدكتور طاها عبد الحميد اللي تفاوي النساء والتوليد والعقم في لوكسور دي على يدي إن هو كان في طالب أمريكي اسمه ألبير ديفيد أو ألبير حاجة ديفيد هو دي أسلم بسبب العلقة دي دي على يدي أنا بقى بجد يا جورج على فكرة والله ما فيها حكاية الكتب والفتي بتاع الناس اللي بقى لك فيهم دي بجد على يدي وبإذن الله يعني هجيب لك صور لي وحبت لكم تتناقشوا معاه أنا حكيت معاه وقال لي إنه عايز يدخل يتناقش فيها دي بالزات بس قلت له أنا لأ أنا يعني اللي حبيتها اتناقش أنا بسمعش مناظرة عشان بيدي أنا ما بحبش حاجة اسمه مناظرة في حاجة اسمه هنقاش بنتكلم مع بعض لحد ما نوصل للنتيجة فاقلت له عشان أنا وعدتهم أنا ورسهم فس هو حياجي إن شاء الله وحيتكلم معكم هو من أمريكا وكان بيدرس في مصر أسار علوم أسار تمام والآية دي خلته تسلم في لما قرأ عن كلمة علقة العلقة ايه العلقة دي ايه تعريفة العلقة دي من الكائنات اللي بتعيش تبع الطفليات اللي في الحياة تطفل على الغير تمتص دم في جدار أي كائن حي وتمتص في الدم بتاعه زي ما احنا عارفين إن أي غزاء في الدنيا بيوصل لصورة النهائية في الدم أنت بتأكل الأكل تمضغ ويدخل المعدة يتهضم وبعد ما يتهضم يدخل على الدم يتحول لعملة الطاقة اللي هي الـ ATP والـ ADP والكلام ده كله يعني اللي سمعنا دكتور يمكن يفهم الكلام دي عملة الطاقة دي اللي هي الـ ATP بتبقى ماشية في الدم هو الغزاء والدم بيشين الغزاء بتاع جسم البن آدم ده كله بيلف بيه كله عضو في جسم البن آدم أو كل خلية بتاخد الغزاء بتاعها من الدم العلقة دي بتقعد آخر رواجان وباشا بتلزك في جسم أي كائن حي تاخد شوية الدم تتغزى وهي لا عنديها جهاز هضمي ولا جهاز إخراج يعني جهاز تغزى نفسها وخلاص طيب معلش يا اخوانا بجد يعني ياريت يعني احنا والله انا لو اكتشفت ثانية واحدة يعني جات غلط حرجع ياريت اللي سمعني يعني في الآية الآيات الثلاثة الاربع اظن اربع آيات على كل ان وقت اتفضل بتكلمني انا بقول لا اذا عندك شيء تقوله يعني اتفضل لا انا اقصد يعني جورج لو حابب بيتكلم على الآيتين دولا وارجع انا كمل بجيط الآيات اوكي ما فيش مشاكل اوكي ما في اي مشكلة ما في اي مشكلة لكل حال انا مقدر انك اول مرة بتطلع يعني هاي تاني مرة بتطلع قدام الكاميرا ومقدر طبعا حماسك تدافع عن دينك وهذا شيء حقك طبعا هذا من حقك انك تدافع لانه الانسان ما بيؤمن بدون ما يعني ما بيدافع لو ما هو مؤمن يعني بصراحة يعني على كل انا بشكره كتير جورج خلينا نبدأ معك عشر دقائق كمان معك تفضل حبيبيش وتفضل الحمد لله انا جلدة الحنفية العظيم نحمده وانستعين وانستغفره وانعود بالجلدة من شروري انفوسنا وسيئات عمالنا من يهديه الجلدة فلا مضلة له ومن يضلل فلن تجد له هو وليا مرشدا اما بعد اولا شكرا للدكتور طاها على الشرح الجميل اللي هو عشر قلنا والعرض اللي هو عرضه وعلى عرض المناظرة من الاول انا ممتن جدا للدكتور طاها لانه من احد الناس اللي قررت ان هي تخرج من جعبة الجبن اللي كان محاض يوم من فترة ويخرج ويتكلم ويعرض رأيه بمنتهى الحرهية قدام الناس فتحية البيئة للدكتور طاها. اه ندخل في الموضوع بعرض طوله عشان من ضغير عشر الوقت. اه انا على فكرة انا دخلت جامعة تقسيط لمدة تلات سنين. وبعد كده سفرت انا ما كملتش الطب في مصر. جيت اه كملت انا في الولايات المتحدة. وتخرجت في شهر اتناشر اللي فات. وحاليا ان انا بعمل اه تدريب في البطن والان. عشان في حتة مهمة في حكية تلاقي البيضاء يا ربطر. استنى على اولا اه بدأت الاية قالك ايه ان ان اه الانسان خلق من سلالة المنتين خلقنا الانسان من سلالة المنتين. يعني ايه سلالة المنتين. قالك عشان ادم كان مخلوق منتين. عرفت ان اين ان ادم كان مخلوق منتين. اي كتاب علمي رجعتي ايه عشان تعرف ان ادم كان مخلوق من طين. ما هو الطين اللي موجود في جسم ادم? على فكرة من احد الاكذوبات بتاعت الاعجاز العلمي ان يقول لك ان مكونات جسم الانسان تشبه الطين. وده كلام خاطئ. والدكتور يعلم الكلام ده جيدا نسبة في الخلاية قد ايه دكتور ونسبة في الطين قد ايه? الكلام ده خاطئ تماما. الحياة بدأت في البحر. وده حاجة يعني الجميع الناس اللي درسوا اي حاجة يعني الاحياء يعرفوا ان الحياة بدأت في البحر فلم تبدأ الحياة من الطين. ايه ايه يعني ادي اول حاجة تضرب الاية في مقتل بس هنعدي لان احنا مضطرين نعدي لان احنا لازم نكمل من نظرة. يعني موضوع الطين وبعدين موضوع الطين ده مثلا ايه الاجاز اللي فيه? ازا كان محمد قال كده. هل مثلا محمد اول واحد يقول ان ازا كان الكلام ده حقيقي مع ان الكلام ده مش حقيقي. لكن الكلام ازا كان الكلام ده حقيقة. قال محمد اول واحد قال لي يقول ان الانسان كلك من طين. المسيحيين في العهد القديم في بداية اول اصحاح في سفر التكوين قال ان الرب جاب شوية طين ونفخ فيهم اسمة حياة فاصبح ادم طين. اصبح ادم انسان. فهو خلق ادم اذا كان هناك عجاز معاني ما فيش عجاز يبقى العجاز بتاع المسيحيين واليهود مش بتاعك انت. معاني الكلام ده الميا خاطئ. فنعدي عن النقطة اللي بعدها. قال لك نطفة في قرار المكيون. والدكتور قاعد يكلمنا بقى عن النطفة. الليه بتتكون فين وبتاع? فين الكلام ده يا دكتور في الاية? فين النطفة على فكرة. انت قلت ان النطفة كانت غير معروفة عند العرب ودي معلومة خاطئة تماما. النطفة في المعجم في المعاجمة العربية هي القليل من الماء. تعريف النطفة هو القليل من الماء. اه يقصد بها سعاية القليل او الكسير ولكن يخص بها القليل. فهي كلمة مستعملة عند العرب والعرب كانوا يعلموا جيدا معنى كلمة نطفة. وقصد بها محمد وهقول لك هنا في التفسيرات عشان تتأكد من الكلام اللي انا بقوله. اه مرحلة النطفة. اه كان كسير من التفسيرات اللي قالها محمد بعد كده. لما بيشرح يعني ايه نطفة? قالوا نطفة هي نطفة الرجل ونطفة المرأة. وهي القليل من الماء بتاع الرجل مع القليل بتاع من الماء مع المرأة. وهزي فضيحة علمية دكتور. ده كلام كلام خاطع الماء تماما. انت تعلم جيدا انت لسه شارح ان الجنين بيتكون من نطفة الرجل والحيوان المنوي مع ان كلمة نطفة هي شوية ماء لكن كان المفروض ينضي محمد ان هو يقول ان شوية الماء دول فيهم حيوان منوي. مش الشوية الماء هم اللي بيعملوا الجنين. لكن محمد ما قالش كده لانه لما يكن يعلم شيء عن الحيوان المنوي. هو فاكر ان هم شوية ماء والخلاصة. اه حتى في في بعض الحديث يقولك ان وفي القرآن يقولك اه ماء ضافق يخرج من بين الصلبي والطرائب. كلام فاضي. الصلبي يعني الضهر والطرائب يعني السدر. هو كان يقصد ان النطفة هي عسارة القلب. هل الدكتور يعرف ان النطفة بتاعة الرجل بتخرج من عسارة قلبه? وماذا عن جدة البرستاتا? وماذا عن الخصياطين? وماذا عن البربخ? وماذا عن حواي صلاة كوبر? فين الكلام ده كله? فين ده الكلام ده في الصدر? اي صدر انهازة? انت جاب لنا تنين? هو بتكلم عن تنين مسلا انا ما عنديش فكرة انا هو بتكلم عن ايه. اه ينتفل بعد كده بقى ويقولك ايه النطفة دي اللي هو شوية مية بتاعة الرجل وعندك حديث عشان تزبط لك الكلام ده. كان دي حديث عن عائشة. اه اه واحدة جد بتقول لها بتسأل الرسول. يعني اللي هو ايه النطفة بتاعتي. المية بتاعتي. لو اختلطت مع مية الرجل هل انا وعليا الغسطي? فقالت لها تربت يا ديك تكسف يا ولية. فراح الرسول قال لها ايه? بتاع النسوان بقى قالك ما تكسفش ولا حاجة لا ده ما لها حاجة في الدين. تعال يا حاجة. راح قال لها لا. اه بقى اه لا لازم تختسلي لان دي بقى ايه النطفة بتاعتك مع النطفة بتاعته بتاع. فهو المحمد كالمتخيل من السائل المهبلي بتاع المرأة هو ده النطفة بتاعتها. لم يكن يعلم شيئا عن البوايضة ولما يكن يعلم شيئا عشان كده. آآ الدكتور كان بقول لنا ان آآ مش عارف يا دكتور ديكي عن نعلومة دي انت بتقول ان البوايضة بتقعد مخصبة تمنتاشر يوم في كنات فالوب. الكلام ده هنا. الكتاب. الكلام ده مش مظبوط. البوايضة بتزرع تقريبا ونعرف آآ في جدار الرحم البوايضة بتزرع في اليوم الخامس او السادس. في جدار الرحم. بتكون عدت كنات لوب وتزرعت في جدار الرحم في اليوم الخمس او السادس. اه فقال محمد. محمد قال لك ايه? الكلام ده من كتاب يا دكتور ما تقولش لأ. الكلام ده من هنا. مش ما عند جوز خالطي. او ده جوز خالطي يا الله ما سيب الخير يعني. ما علينا. اه محمد قال لك ان النطفة النطفتين ده يتقابلوا مع بعض ويقعدوا في الاحاديث قال لك ان النطفة تبقى كذلك اربعين يوما. يعني بتقعد جوه الرحم اربعين يوم شوية مية. هل الجنين يا دكتور في اربعين يوم بيبقى شوية مية? هل انت تعلم هذا عن الجنين? اه اه ولا انت مش مؤمن بالاحاديث? ولا ان نظام صاعدها? ما هو يعني لما تتزنق ترجع اقول لك لا انا كورواني. انا مليش في الحديث اوي. الحديث بيقول ان هكذا يبقى النطفة اربعين يوما. وبعدها تدخل مرحلة العلقة اربعين يوما اخرى. وبعد كده تدخل مرحلة المضغة اربعين يوما يعني مية وعشرين يوم لحد الملاك ما ييجي في اليوم المية وعشرين وينفق فيه الروح ويحدد نوع الجنين. الكلام ده من الحديث مش من عند جوز خلفي. ممكن اقول لك كمان شاهد الحديث. انا كتب كل الكلام يعني. اه الكلام ده في صحيح مسلم كتاب القدر باب كيفية الخلق الادمي في بطن امه. ان الملاك بييجي بعد مرة يقول لك في اليوم في التنتاني واربعون يوما ومرة يقول لك بعد ما يدخل مرحلة العلقة هو حتى نفسه محمد بينسى هو بيقول ايه? الحديثين تسجلوا في صحيح مسلم في نفس الباب. يقول لك ان الملاك بيجي وبعدين يسأل الله عن جنس الجنين. هل جنس الجنين يتحدد في اليوم المية وعشرين? هل جنس الجنين يتحدد في اليوم الاربعين حتى? جنس الجنين يتحدد في اول لحظة. لم يكن يعلم محمد زلك اين هو العجاز اردتك? اين هو العجاز? في اي كلام من الكلام اللي تقال. موضوع النطفة. بعد كده عشان اكمل اللي انت قلته. اه ده كده موضوع النطفة. يعني الكلام ده كلام فعلا واحد لا يعلم اي شيء عن اي شيء. هو كل اللي اعرفه ان ماء الرجل يختلط بماء المرأة يروح عمين جنين. ايه بقى ازاي? ما عندوش فكرة. هو فاكر يقالك في قرار المكين اللي هو الرحم. انت لسه يا لنا دكتور الحيوان منه بيوصل لحد فين? بيطلع برا القرار المكين وبيخش في قناة فلوك. فهل النطفة بتقعد في القرار المكين? لا. يبقى الكلام اللي ما قال لي محمد ده صح? لا. كلام ده خاطئ. تماما. تماما. فش باعلى موضوع العلقة. واللي اسلم بسببها هذا الطالب الامريكي العظيم. اه العلقة في في المعجم اه بيطلق على دودة العلقة العلقة او يطلق عليها دودة العلقة لانها تشبه قطعة الدم الجامدة. ويطلق عليها العلقة لان هي حمراء. وفي في في المعجم يقول انها يطلق عليها العلقة لاشتداد حمارها. يعني الحاجة عشان حمراء جدا شبه الدم يطلق عليها العلقة. فموضوع العلقة ده ان انشدودة العلق هي اللي تشبهت بالدم. الدليل يا دكتور ان في حديث بيقولك ان محمد وهو صغير جي الملاك خده وفتح صدره واخرج من هو علقة. اخرج من قلبه هي علقة. وقال لك ان العلقة دي اللي هو اخرجها من قلب محمد هي اصل كل الشرور. فكده القلب محمد بانضيف مفوض شرور. يا دكتور انا بشتغل في القلب واعلم جيدا يعني ايه قطع الدم في القلب من انسان. دي مصيبة سوداء. الانسان اللي عنده مش عارف يا دكتور انت اكيد تعرف الموضوع ده لازم تحطه على حاجة زي او ملين جامد يعني لاعلم هذه المستلحات بالعربية. عشان الدم ما تجلطش لان لو تجونت جلطة صغيرة اه كزا في القلب بتعمل بعدها بتعمل يعني ايه? اه اه جلطة بتعمل جلطة. فازاي محمد هو طفل كان في قلبه حتت علق قد كده ومعملت لهش جلطة. هل هذا كلام يعقل? هل ده كلام واحد في القرن الحادي والعشرين? يصدق وهو طبيب يصدق ان هذا الانسان اللي قال لك ان الملاج يطلع من قلبي علقة ان ده نبي اللي بيقول لك على الجنين شوية مية قاعدين في قرار المكين? ولا ان المائين يختلطوا ببعض? ولا ان هم في قلب القرار المكين? اين هي البوايدة? الموضوع بقى هنا. لما محمد عايز يقول لنا عجاز علمي. اه الناس يقول لك ايه اصل الكتاب القرآن مش كتاب علوم. طب بتتكلم في العلوم ليه لما انت مش كتاب علوم? انا وقت خلص اجاني او وقت خلص والله. القرآن مش كتاب علوم. طب خلص ما تزنوش نفسك في العلوم. لم تتكلم في العلوم. الحتة التانية بقى. لو انت عايز تقول للناس لمحة سريعة او تصحح مفهوم كما يقول المفهوم هيسة مطلعة. قال لك انه عايز يصحح المفاهيم. جالينوس كتب كم كتاب عشان يقول مفهوم. انت عايز تصحح المفهوم في سطرين. ده يال جبروت ده. طب ما صححتش للمفهوم. طيب الوقت وقتك خلص جورج. طبعا شكرا كتير حبيبي جورج. وبصراحة كنت يعني واضح بكلامك وداريكت وانا بتمنى تمشي المناظرة بهالشكل هذا بصراحة اول مرة اعمل مناظرة اصدقائي وانا اظن مستمتع في واتمنى نكرر المناظرات. طيب اخي طاها اا الوقت معك وقالك خمس دقائق ترد على الاخ وزا بتكون تتفقوا على عشر دقائق اخرى بعشر دقائق اخرى ما عندي مشكلة. طيب بص جان انا بشكل. خلينا نتفق على الخمس دقائق ولا عشر دقائق انا اتفضل. تبرحتكم ما انتش ما شاكرا جورج. خليها عشر وخمسة بعد كده يا جان. اوكي خد عشر دقائق اخرى وبنعطي له جورج عشر دقائق اخرى بعد انها خمسة. جورج. فلوس العملية دي يا جورج. يعني انا زبت الفوت وما زبتش. بص طيب يا جان يا جورج يا كل سمعيني. اولا انا عايز ارد على الكلمة اللي قالها جان اني من حق طهنو يدافع عن دين. وانا بدافع عن الحق. مش على دين. انا عايز اعرف الحقيقة فين. عشان كده قلت دي مش مناظرة ده نقاش. وانا عنديش استعداد اني ابان انسان متخلف بيدافع عن حاجة غلط. عشان كده انا متنازل عن عشر دقائق التانية الجورج يكمل فيها كلام. انا عايز اسمع كل اللي عنده. او ما شو السبب يعني بقى ممكن تقولنا شو السبب. السبب اني انا قلت في فول الكلام اا ان انا سمعت كتير جورج بيتكلم في شرح الاية دي بالزات يعني. انا اسف لو كنت قلت اي كلمة عليك انا ما اصدتش اي حاجة لو كنت. انا اسف ان انا بسمعك. هو فيه شوية معلومات مش مزبوطة في كتاب الامبريولوجي بتاعك دي معلومات ملاهاش دعو بالقرآن يعني حكاية ان دي بتقعد في تيوب. تمنتاشر يوم. الكتاب بتاعك تقول لي ايه اسمه ايه مرجعيته عشان انا نتخصص يبقى الكلام دي بالوش. الطبعة الخمسة. اه. اه. طبعة الاحداث بتاعته. دي طبعة اللي بعد كده. دي طبعة التاسعة. وفيها نفس الكلام. انا ما عنديش يعني انا مش دكتور ناسة بس الكلام ده يعني اه في علم الامبريولوجي برضو نقص الصورة هنا على فكرة. انا يعني الكلام بالزغط. اهو. فيه فيه معلومة بسيطة بس اوكي يا جورجي. فيه معلومة بسيطة كده عايزة تتكلم بها لو انت تكون سمعتها يعني من اي حد. تسمع عن الحمل خارج الرحم. الحمل خارج الرحم الاسم الاسم العلمي بتاعه اكتوبك بريجنسي. تمام. ايه اللي بيحصل لكتوبك بريجنسي الحمل الخارجي الرحم. بيحصل تثبيت البوايدة بعدها جوة كناة فالوب ما بتقدرش تنتقل الى الرحم. الله ينور عليك او جلد الحنفية تنور عليك تمام? هو المفروض انها بتقعد عشر يوم. البيضة المخاصمة في كناة فالوب بعدين تنزل الرحم. طيب لو كملت البيضة المخاصمة الطمنتاشر يوم دي وما نزلتش مش بتنزل خالص. التيوب التيوب كأورجن هو زي زي اليوترس في تركيبه بالزبط. بس هو يقدر يستحمل الجنين بوع ماكسيمم. ماكسيمم وبعدين تنفجر. فهو كنت اني بتقعد في التيوب طمنتاشر يوم. ده موضوع مالهوش دعو بالقرآن دي مش مزكورة في القرآن دي معلومة يعني. تمام اوكي? انا برضو حارجي على الكتاب بتاعك ده واشوف يعني انا حجيبه انش احد. يعني ما عنديش اطراض يعني انا لو في اي معلومة جديدة اقول لي انا افتابه انا اجيبه وما فيش مشكلة. اه. 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 ده يعني. يا طب. اه. يا ريتي اكمل انت بعشر دقائق يا خلينا نعد من هلا العشر دقائق. كمل فترتك وكمل بالذكية. اتعرف المشكلة فيها جان. ان الفرق بينه وبينك تعرف ايه. انا ما عنديش مشاكل مع جورج. اني جان عايز المناظرة تطلع قوية ويكسب فيها جورج عشانك يزبط منطقة الالحاد. انما انا عايز اعرف الصح فين. الفرق بينه وبين جان. شوف 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 حبيبي شوف. صدقني صدقني ان انا 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 موشن والله يكسب الالحاد ولا يكسب المسلم ولا نحن نريد الوضح الحقيقة للناس يا يا اخي طاهر. انا فمن واجيبي انا كطبيب ان انا اوضح هذه المعلومات حتى لا يخسر شاب اخر سواء امريكي او مصري او اي حد يخسر حياته ويذهب الى الاسلام وبعد شوية تلاقيه داعش بيفجر نفسه. اه طاهر انه امن بهذه الحبيبي بس فكرة بدي اوضحها انا. يعني انا لست عدوك انت اخوي. انا ماني هون لحتى اطلعك خطأ. اسمعني سوا بس بقيقة. ارجوك. انا ماني هون لحتى اطلعك خطأ وطلع الالحاد ونحن والله اصحاب الفكر الصح لا. نحن هون جايين نعرض الشيء الصح. انا انا رجل انا رجل تربيت على الفيزياء قراءة الفيزياء قراءة علم الفلك قراءة في تاريخ الطب قراءة كتير اشياء عن علم الجينات عندي الجينوم هذا وقاسف يعني هذا الكتاب الجينوم هذا قراءته من اظن من عالم المعرفة كمان. هذا قراءته يمكن كان الفو كان الفين واثنين الفين وثلاثة اظن يعني. تاريخ الطب موجود عندي من نفس السلسلة يعني اهتم بالعلوم احب العلوم واعرف انا وانا ابن الشيخ قراءة القرآن واعرف يعني تماما متأكد انه القرآن لا ينطلق مع مع العلم. فلذلك نحن بنوضح الصورة الصح انه اذا في شيء نحن ما بنعرفه. انا وجورج ما بنعرفه. انت ممكن دلنا عليه علميا موجود ليش لا. وحتى انا مستعد اصير مسلم ازاي لقيت شيء علمي موجود يعني. انا ما عندي اي مشكلة انا معه ماني ضد فكرة الرب نهائيا. يعني ياريت كون في ربي خلصنا من العذاب هذا. بس نحن بدنا نوضح فكرة علمية. هون المناظرة هاي علمية بحتة يعني ياريت. ما بعرف ما يمسألت انه واحد ينتصر على واحد. بدنا نقول الحقيقة تفضل. الميوت من عندك لو تفتحه. بص ده اللي نتمنى يا جان. في مقولة الاسلامية عندين على فكرة محترمة جدا 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 جدا. الحقيقة ضلت المؤمن. اينما وجدها هو اولى بها. فعلا الانسان اللي عنده اعتقاد حقيقي الاعتقاد السليم انه دايما بيدور على الحقيقة. الحقيقة هي اللي بتنور لك طريقك اللي تخليك تعرف نفسك انت ماشي صح وماشي غلط. مفيش انسان في الدنيا حيكون مبسوط لما تنتهي حياته ويلاقي نفسه كان بيقامن بخدعة كبيرة خرافة وضيع عمره فيها. وانا مش حايز اقول ضيع عمره والكلام دا برضو لاني اللي انا منيجة نظري. الانسان المتطرف هو اللي بيضيع عمره. الانسان اللي بيسيب الدنيا وبيسيب الشغل وبيسيب مستقبله ويروح يمسك سلام. خلية ارهابية في داعش والكلام دا. دا انسان ضيع عمره وضيع دنيته ان كان هو على حقه وعلى باطن. لاني برضو في حديث يعني انا يعني انا عن نفسي يعني اؤمن بي جدا. اهى حبيبي بكل تعكير خلينا اتصون انضيع الوقت. فضل خد العشرة بطايا. اللي انا عايز اقول ان انا اا في احديث جورجي تكلم فيها في حكاية يعني الحديث دي انا ما عنديش اخل فيه يعني. وانا مش قرآني انا مسلم سني اؤمن بالكتاب والسني. ولو في حديث صحيح. عن رسول الله يعني انا اؤمن يعني والحديث دا سبت صحته من اهل يعني العلم. فالحديث دا انا ملزم به كريل من الاسلام. يعني مش هتخلى عنه عشان انقذ نفسي من فكرة. الاحديث دي انا يعني انا انا معرفش عنها بجد والله ما سمعتها قبل كده لان انا برضو يعني مش متعمق في دراست الدين جدا لان انا يعني دراستنا الطب وكن جورجي عارف الكلام دي. لكن بالنسبة للكلام الموجود في الاية انا من وجهة نظر الطبية وانا رايي الدكتور نيسا وتوليد انا شايف انه هو متماشي مع علم الامبرولوجي. كلمة نطفة برضو انا هرجع لها في حكاية ان هي مية. لاني برضو لجورج اللي عايز اقوله له. ان حكاية الطين. الطين عبارة عن طراب بالماء. واجعلنا من الماء كل شيء حية دي ثابتة علميا اكيد وما فهاش يعني اي لبس ان كل شيء في الدنيا بيحيى بالماء. بداية الحياة بدت في المية ونسبة الكالسيوم والبوتاسيوم والكلام دي هو الطين عبارة عن 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 طراب بمية. يعني يعني عنصر الماء موجود في الطين. مش مش موجود. يعني وعشانك تصنع كمية فخار لو انت جيبت كمية فخار هتلاقي ان نسبة المية الى نسبة الفخار حوالي ربعين في المية الستين في المية. عشان تصنع طين بالفخار. النسبة بتبقى من ربعين في المية ماء. ربعين في المية اه طراب الفخار. فبالتالي الاربعين في المية الماء الموجودة دي برضو تجعل بداية الانسان من الماء ما فيش اختلاف بين الاسلام او بين الاديان وبين العلم. دي النقطة دي اللي انا كنت عايز بس اتكلم فيها. والنقطة التانية بتاعة العنبوبة والريدي انا اتكلمت فيها ودي زي ما قلنا نقطة علمية انا حتجعل الكتب والمصادر واشوف الكلام اللي قاله جورج. اما بالنسبة للنطفة وان هي مية موجودة هي كلمة نطفة ذكرت في المعاجم بعد ورودها في القرآن. زي الخطأ الكبير اللي بيبقع فيه المدهدين ان هما بيقولوا في ايات في القرآن مخالفة لعلم النحو. وعلم النحو وضع بناءا عن القرآن. يعني القرآن ده الاب الروحي لعلم النحو. ده اللي نعرفه. لو في معلومة يعني عنديكم غير كده انا برضو ممكن اسأل عنها. يعني اللي نعرفه. وسمعتها كثيرا جدا يعني من 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 علماء في اللغة والنحو. ان علم النحو وضع وضع. بناءا على ايات القرآن الكريم. يعني وضع بعد القرآن. فبرضو كلمة نطفة دي اللي انا اعرفه. اللي هي تعني ماء او نزولها في المعجم. ده جاء ماء تنزولها في القرآن. واللي كان مقصود بيه هنا الماء اللي هو ماء الرجل اللي هو ماء المرأة. وبرضو كلمة نطفة في تفسيرها في المعجم الوجيز زي ما قال لحبيبي جورج. في المعجم الوجيز المقصود بيه هو اختلاع ماء الرجل بالمرأة فعلا. يعني جورج قال طب هنا اتكلم رسول محمد اللي يعتاب على جورج. والله بيجد اعتاب واحد بيحب واحد. عشانك المسلمين يسمعوك لو انت على حق ولو على صواب. ما تتكلمش عن النبي محمد باسلوب وحش. ده طبعا حرية شخصية لك. انا مش هيكبرك. دي نصيحة. لاني انت كده بتكفي الباب المناقشة قبل ما تفتحوا بالنسبة لهم. مش كل الناس زي طاها على فكرة يعني ممكن يعني يعني عادي يدحك ويهزر ويدخل في الموضوع ويتكلم معاك. بس في ناس بمجرد ان انت يعني بتذكر الله بالصورة سيئة او بتذكر النبي بالصورة سيئة. انت قفلت باب النقاش قدامهم وانت بتقول انت حرام واحد يضيع عمره ويجب في داعش. لو انت خايف عليه انه يضيع عمره ويجب في داعش. بدي مع البداية الصحيحة اللي بتخليه يسمع لك. دي بس نقطة كده على جم. تمام? بالنسبة بقى للنطفة زي ما قلتلك في المعجة مذكورة انها ماء الرجل والمرأة وليست ماء الرجل فقط لغير. يعني يعني الفرتليز زد اوفم. في حكاية كلمة ماء. لا تغليق النوع بتاع الانسان يعني الجنين ده ذكر او انسه. بيتم تحديده جورج قال من اول لحزة. من اول لحزة دي يعني. وانا دكتور نسا يعني. ايه المقصود بيها من اول لحزة. من ناحية الدينية. ربنا بيعلم ما في الارحام. لما جوا الجماعة المستشرقين قال لك ايها اخترعنا الصنار. واعرفنا ايه اللي فراح من المرأة وهدوة اللابت. وانتو بتقولوا يعلموا الغيبيات الخمسة وهيعلموا ما في الارحام. ما هو ما كانش انه بيعرف انه هيخترعوا الصنار بعد كده. ويقدر الدكتور يكشف. ده مش بس اود وبت ده الفور دي دلوقت بيقول لك لون شعر و لون عنية. ومش بس كمان لون شعر و لون عنية بيقول لك ده مخفيف ولا تجيم. ده بجد فيه دكتور بيقول لك بيبام من الفيشل يعني ان طبعات الرش بتاع الجنين بيقول لك ده مخفيف ولا تجيم. تمام. ده بالفور دي بالصنار الفور دي. فلما ردوا المؤمنين على الموضوع ده جاي لك لا. في الارحام من قبل ما ابوه امه يتجوزوا. ربنا يعلم اذا كان حيخله فواد ولا بيت. فجورج بيقول يعني نوع الجنين بيبان من اول يوم. انا ما عرفش هو يقصده يعني في الوقت بتاعه يوضح علي. اوه من اول يوم يعني بنعنا على علم الاجنة والالترا والالترا جينم والكلام دي يعني انك تقدر تحدد نوع الجنين انك تختار البيضة اكس ماستنزل موضوع ده اللي طالع اليومين دول. بيقول لك ان اقدر اخلي الوحدة تخلف ودها وتخلف ولد ان اختار الحياة المنوي واي واخصبه على البيضة اكس يطلع ولد واختار الحياة الحياة المنوي اكس واتديني البيضة اكس. يطلع بيته هو اللي انا عرفه ان الاجهزة التناسلية اللي بنعرف بيها ده ولد واللي بيت يعني بيتم تخليقها في الاسبوع الاثناشر. هو بداية الشهر الرابع ونهاية الشهر الثالث. ولو سني ثمان وربع مليون فور دي حاجة حلوة كده سونيك. ده بقدر اعرف بيه بدري يعني. لكن لو سنارة دي كمان في الشهر التامن حتى اللي اح تقدر تعرف وهذا اللي بيت. فانا دي الحتة دي برضو يعني جورجي لما ياجي وقته عايز توضيح منها. هو المفروض لما رب النبي يقول او الحديث بتاع اللي هو سوما ينفخوا فيه الروح اول وانا بيد ما عرفوش. بس نعرف اني ربنا بينفخ الروح او هو ده بيعتبروه بني ادم لما يتعرف ودو اللبت. ودو اللبت دي فعلا موافقة للحديث اللي هو بيقوله اللي هو المية وعشرين يوم. اللي هو تخليق الاعضاء التناسلية. دي فعلا يعني بتبقى على المية وعشرين يوم. وبرضو انا والله مش بقول كده دفاعا عن فكرة خاطئة. دي معلومة طبية انا واثق منها. انا لما انا بقول لك يا ابني انا فعلا بتتحكش يا جانا انا فعلا بحسبها يعني انا عايز اعرف العقيقة مش مش باية فكرة يعني. يعني يعني بعرفها في نهاية التالت اتناشر اسبوع. في اول الرابع يعني حوالي من تسعين لمية يوم حتى اللي نقدر نعرف نوع الجنين. وانا دو اللي بنت يا تسعين يعني او مية يوم من مية وعشرين. ماشي. هي مية مش يعني مش مش مية وعشرين. هي مية. من اول يوم ابقى عارف نوع الجنين هو طبيا مستحيل. يعني طبيا مستحيل. اني انا اجيب واحدة ستة حامل ويدوب الحمل بتاعها حوالي تلاتين يوم او خمسة وثلاتين يوم. لسه ما فيش بلصيش انا ولا فيه ساك اساسا في اليطرس. واقدر اقول لاني دي ولد ولا بتي دي مستحيل. لما كلام الحديث اني هو على مية وعشرين يوم دي اقرب يعني اقرب الى الصواب. لاني هو تخليق العضاء التنسلية دي بيبقى في نهاية الشهر الثالث. والحاجة الثانية اللي هو بيستشهد بكلامي جرجو بيقول اني نطفى في قراءة المكين. اللي هو القراءة المكين ده اللي كان يقصد الرسول انه هو الرحم ودروك طهب بيقول ده بيبقى في العنبوبة. ورجع جرجو برضو معلش في الحتة دي انا عاصف يا جرجو غلط نفسي وقال مع اني علب الامبرولوجي بيقول ان من اليوم الخامس البويضة بيحصل لها في اليطرس. يعني كلام الامبرولوجي كده وافق كلام الرسول مش كلامي انا. يعني ريت يكون الحتة دي وصله له معلش انا يمكن ما عرفتش يوصل عليه. يعني انا بقول اني التخصيب بيحصل في العنبوبة. سمعني يا جرج? التخصيب بيحصل في العنبوبة وبعد 18 يوم بينزل الجنين يبقى فين? بيبقى في الرحم. فجرجو اعترض على الحتة دي بيقول في بيقول الرسول بيقول قرار مكين اللي كان يقصدها بها الرسول اللي هو الرحم يعني. فانا كلامي انا كده مخالف لكلام الرسول ان انا بقول في العنبوبة. بعد كده قال ان كتاب الامبرولوجي اللي معاه بيقول بيحصل من يوم الخامس يعني كتاب اللي معاه كده موافق لكلام الحديث. تمام انا بشكرك كتير. دقيقة هي خلصة العشر دقايق? اه خلصة العشر دقايق. انا همسكك على فكرة مش ضامنك. على كل ممكن تراجع الحلقة وتعير الساعة. اه. لا يا حبيب. على كل. اه شكرا كثير لك اخي طهى. طبعا دكتور جورجو اتفضل معكم. اتفضل 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 اتفضل. انا سجائري. اتفضل. اتفضل. اتفضل 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 اتفضل. اتفضل اتفضل يوصي موضوع حبيبه. كمان صباح. طيب انا عشان اوضح للدكتور بس انا كان اقصدي ايه في ان الجنين بيتحدد نوعه من اول يوم انا اقصدي على الكروموزوم الذي يحمله الحيوان المنوي هو ده اللي بيحدد نوع الجنين من اول لحظة. من اول لحظة الاخصاب. بيبقى نوع الجنين ده متحدد ان الكروموزوم اللي الحيوان المنوي الذي يحمل الكروموزوم اكس. هزال الجنين اه المفروض ان هو هيبقى انسة. او اللي كان يحمل كروموزوم هي. هيبقى اذكر دي بتتحدد من اول لحظة. اللي انتهрим تتكلم عليها دكتور ديل مورفالوجي. اللي هو في السبوع الاتناشر بقي بان الشكل. لكن هل الشكل ده بان لوحده بعد اتناشر اتناشر أزبوع ولا ده كان على اساس اللي حصل في اول لحظة? كان على اساس اللي حصل في اول لحظة. ده اللي كان قصدي. اه فا لكن اللي قاله محمد في الحديث. ان الملاك بينزل في اليوم الاتنين واربعين او الفخمسة واربعين. يعني حمد مش متأكد. هل التنين واربعين ولا خمسة اربعين. قال لك الجلملاك بينزل يسأل الله. يقول له ازكرا ام انسة? فالله يقول. اه اشقي ام تقيس? فالله يقول. اه اغني ام فقير? فالله يقول. يروح كاتب الكلام ده في كتاب ويتقفل عليه وما يتغيرش الكلام ده تاني. فكده الجنين هو اللي حدد نوع اللاه هو اللي حدد نوع الجنين في اليوم الاتنين واربعين او الخمسة واربعين. او في احاديث اخرى في اليوم المائة وعشرين. مع ان نوع الجنيل متحدد من اول لحظة. متشاف امتى دي بعدها حاجة في لكن متحدد امتى? متحدد في اول لحظة. مش مستني الملاك ينزل بعد اتنين واردين يوم اخبز اربين يوم يسأله انت عايز اوه اريض او الانسأ? او انت نسيت? ان الحيوان المانوي كان يحمل كوميزوم هوية. ولا ما كنتش عارف? الحتة التانية لو انت عايز تقول لنا ان الحديث الكلام ال particular الملي انا قلته وانت بتقول لي الكلام اللي انا قلته يوافق الحديث. قبلا. لان اللي انت بتقوله ده التسلسل الصحيح ان الحيان المناء وب emoبيط لحد الأنبوبة ويرجع تاني يتزرع في اليوم الخامس بحسب الكتاب اللي معايا وهو في اليوم الطمنتاشر بحسب الكتاب اللي معاك. لكن محمد كان قصده ان المية دي بتقعد في قلب الرحم ما بدتروحش فحيته. لا لا كان يعرف فوائدة ولا كان يعرف ميبيض ولا كان يعرف بوايدة هو فاكر شواية المية دول بيخشه. يتحطه في قلب الرحم ويقعده على كده. يروحش فحيته. لبيطلعوا ولا بينزلوا. ما كانش يعرف. kidneys حديث انا بيقول لك ان اه في صحيح مسلم برضو كتاب الحيط باب بيان صفة مني الرجل والمرأة. مني الرجل والمرأة. سنعة دكتور? مش بواية المرأة مني المرأة. بيقول لك ايه? قالت اه جئت واسألك عن الولد. قال ماء الرجل ابيض وماء المرأة اصفر. فازا اجتمع معا اه اه مني الرجل مع مني المرأة اه اذكرا بازن الله. وازعلى مني المرأة مني الرجل انسى بيذن الله. هو متخيل ان الرجل لو قضى في الاول حيات العزاكة. لو المرأة استثيرت جنسيا ونزل السائل المهبالي بتاعها قبل الرجل تبقى الجنين انسى. هذا الحديث صحيح على فكرة انت الزمت نفسك بهذه الحديث الصحيح. بقيت الاحاديث الصحيحة كتير جدا اقولتوا الاحاديث الصحيحة يعني اه يعني حاجة فعلا تكسب. يعني لما تسمع ازيلة حديث اه في موزنة احمد مثلا حديث عن عائشة. قال لك ايه كان اه يخلط من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فاما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العزم والعصب. واما نطفة المرأة فنطفة الرقيقة منها اللحم والدم. فقال اليهودي هكذا يقول. هكذا كان يقول من قبل. الرجل يهودي جاي بيسأل محمد بيقول له اه تعرف نطفة الرجل ونطفة المرأة قال له ايوة نطفة الرجل غليظة يخلط منها العزم والعصب. ونطفة المرأة رقيقة يخلط منها الدم واللحم. فراحة الرجل يهودي قال له لا برافو عليكم. فعلا الانبياء اللي قابلك قاله كده. هل ده كلام يا دكتور انت عارف ان ده كلام علمي? هل فعلا انت تعلم ان الحيوان المنوي اللي هو نطفة الرجل بيتخلط منه العزم والعصب? والمرأة هي اللي بتخلط منها اللحم? يعني الكلام ده ما بيحصلش معلتين مع بعض. هذا ما يقوله محمد في الحديث الصحيح في موسنا دحمه. الاحاديث دي كتير جدا. معنا ممكن ابعط لك لستة بالاحاديث اللي اتكلمت عن موضوع الجنين وموضوع النطفة والعلاقة والمضغة والعزام والامتى الملك بييجي لان الاية فعلا عبارة عن سطرين غير واضحين المعالم على الاطلاق وما لهمش اي معنى. فالناس بقى تيجي تسألوا انت كان قصدك ايه? انت بتقول ايه?有كلام ده معنى ايه? يعني ايه نطفة? طب النطفة دي توقعد قد ايه? يعني ايه علقة? طب العلقة دي بتععد عن ايه? هو بيقعد؟ بيقول بقى دي اربعين يوم ودي اربعين يوم ودي اربعين يوم وبعد كده وصلك في الاخر من الجنين في المليوم المائة وعشرين بيبيحتة لحمه. لا طبعا انت تعلم جهده يا يا دoku الجنين في الملوم المائة وعشرين ده شكله ايه? ده انت تكتاح اكون ترى كل ما محمد. ما بيبقاش خطة لحمة ولا بيبقى حطة دمو متجمدة. هزا كلام محمد عن النطفة والموضوع تاني على فكرة عشان برضو عشان اعرفك ان العرب كان عندهم المصطلحات دي مصطلحات مستساغة. مصطلحات آآ قبل محمد بكتير. امية ابن قابل الصلط مسلا بيقول لك كيف الجحود وانما خلق الفتا من طين صلصال له فخار. نفس الاية بتاعت القرآن بالضبط ايه لها امية ابن قابل الصلط قبل محمد بكم سنة? سلصال له فخار. نفس الكلام اللي هو سلصال كان فخار. بتاعت آآ بتاعت القرآن. فالعرب كانوا يعلموا هذه المصطلحات وكانوا بيتدولوها. في حتة تاني اقوى من كده بقى. سفر ايوه. العادة القديمة. سفر ايوه في حتة بتشرح بتتكلم بالزبط بنفس الطريقة اللي بيتكلم بها القرآن. بيقول ايه? يا داك كوانتاني وصنعتاني كل جميعا افتبت العني. اذكر انك جبل تاني قطين. في اول حتة. او. افتعيدوني للتراب. لم تصبوني كلبا. صبتني كلبا? نطفق. وخثرتني كالجبن. عملتني بعد كده ايه? حاجة متخثرة كده? زي المضغر. وزي العلق. كسوتني جلدا ولحما فمسكتني بعزام وعصب. وبعد كده في الاخر منحتني حياة ورحمة وحفزت عناية كاروة. حفزت عناية كاروة. نفس التسلسل بالزبط اللي قاله محمد مكتوب فيه سفر ايوب قبل محمد تقريبا بالف سنة. ان ما كانش اكتر. فان كان هناك اعجاز في هذا الكلام فهو اعجاز سفر ايوب بتاع الكتاب مقدس وليس اعجاز محمد. ولكن يعلم الدكتور جيدا ان كل الكلام ده كلام فاشل وكلام تافى وكلام لا يستحق حتى القراءة لانه كلام ملاحظات اولية الناس كتبته في القرون القرون عديدة قبل الميلاد. قرون وقرون قبل الميلاد كانت الناس بتقولوا بناء على الملاحظة الاولية. لا الناس دي لكانت لا تعلم نطفة ولا يعلم اه امشاج ولا يعلم ولا الكلام ده حتى كلمة امشاج اللي دايما يتشدد بها بترجعز العلمي اللي هو ايه المشيج اللي هو بقى ايه يعني لا كلمة مشيج في اللغة العربية معناها خليط. مشجة يعني خلطة. فهو نطفة ان امشاج يعني ايه? يعني نطفة الراجل اتخلط على نطفة المرأة. قم بقى نطفة المرأة دي راح اتعاملة شوية حاجات رقيقة ونطفة الراجل راح اتعاملة شوية حاجات غليظة. طبعا كلام يعني كلام يورثى له. يعني كلام كان ماشي ممكن يصدقوا للرجل اليهودي في هذا العصر. ممكن يصدقوا واحد رائع غنم. لكن هل الدكتور طاه النهاردة اللي بيعمل العمليات وينقص حياة ناس? اللي بيشوف الجنين. اللي بيعرف يصور بالفور دي شكل الجنين في اليوم التمنتاشر واليوم الخمستاشر. وبقى شايف الجنين بالزبط. هل يصدق هذا الكلام? هل يدخل عليه الكلام ده? انا يعني انا بصراحة يا دكتور انا يعني ان انت انسان محترم جدا. وانا لا ارضاه لك ان انت تبقى مصدق هذا الكلام. كطبيب. كطبيب بتنقص حياة الناس. هل انت يا دكتور لما بيجي لك واحدة في الحياة ده? بتقول لك انا في اليوم مثلا اللي انا بتحامل من امتى تقول لها تقول لك انا في اليوم التمانين. تقول لها ايوة كده بحسب القرآن يبقى انت كده في داخل بطنك قطعة دم جامدة. هل انت بتقول لها كده? اكيد لها طبعا. لان العلم لها ما يقول لكش الكلام ده وانت لو قلت كده او عملت كده. يبقى انت بتنصب على الست دي. انت مش هترجع تفتح القرآن وتقول لها القرآن بيقول كزا. لأ بتجيب الفور دي بتاعتك. وبتجيب الادوات بتاعتك وبتكشف عليها وبتاخد صورة او اتنين وتلاتة وبتعمل خمسين الف تحليل. فين الاجاز? فين الكلام ده? فين الكلام ده في سطرين ما نومش اي تمن وما نومش اي معنا. اينا اقول اعجاز? لحد دلوقتي ما فيش اي حاجة لها لها اي اي حتى صحة من العلم. خالص. ما فيش اي حاجة لها اي دليل من الصحة. على الاطلاق. نحن لسه ما دخلناش في مرحلة العظم والعظم بقى. ده مشكلة تانية كبيرة جدا. اسيب بقية الوقت للدكتور يمكن يوضح لنا حاجة. طيب على كل حال اخي جورج في عندك وقت دكارتين باقي كان. ولكن ما في اي مشكلة ممكن الاخ طاها اذا في عندك تعليق لك خمس داعي كمان تفضل. ماشي يا حبيبي جان. بالنسبة انا فيه كم نقطة كده يزعلق عليهم. الاحاديث انا طبعا زي ما قلت لجورج لا انا مؤمن بالاحاديث. فهو يعني لو يوجاني اسمح لنا على القناة بتاعته يعني ان جورج يبقى باقي رابط اللي احاديث دي كلها وانا ادريسها كويس وقرم بينها وبين العلم. اللي انا بؤمن بي طبعا. ونبقى نتنازر ومرتاني يا ريت. انما دلوقتي دي بالنسبة للاحاديث اللي انا معرفهاش. بالنسبة اذا على ماء الرجل ما المرأة. على حكايات على ماء الرجل ما المرأة هل الرسول كان رجل علم أم كان نبي في معتقد أهل السنة والجماعة وخاصة أنا في ناس كثير بتختلف معنا في الموضوع دي ويقعدوا يتجادلوا ويكفروا بعض اللي هو بيقول لك أن الرسول أو الأنبياء بصف عاما يعلمون كل شيء من أول العلوم الزرة للسيرمو ديناميك للعلوم الفلك والجغرافيا والكلام دي أنا لا أؤمن دي بالمر الأنبياء والرسل من وجهة نظر يعني رجل أؤمن أن في إله لازل يكون خلق كل هذا الأشياء وهو أرسلهم برسائل محددة أنا أتمنى يكون الاتصال من قطع بيننا بين الأخ طه أخي طه هل تسمعني أخي طه طيب أظن الأخ طه شوي الاتصال أنا أتمنى إذا عم بسمعني أخ طه يطلع ويرجع يدخل على الخط حتى يكمل فكرته ما بعرف هذا جورج إذا في عندك أي كلمة تقول يعني موضوع أن الرسول ما كانش رجل علم طب لماذا يفتي في العلم يعني لو كنت انت مش رجل علم لماذا تفتي في العلم لماذا تتحدث في شيء علمي وأنت لا تعلم عنه أي شيء زي ما عمل بالضبط حادثة تحبير النخل طيب طيب ما نرجع طلع الأخ الفعلة جورج يعني أنا هاي كان بدي أقولها إنه مادام إنه متل ما قال الأخ هالو طيب انت معنا أنا آسف جدا انتوا عارفين أنا بتكلم من الموبايل بتاعي يعني آآ ولا همك طيب ممكن تبدأ من هلا تفضل ممكن تبدأ من هلا تفضل طه أوكي بالنسبة للآآ للأنبياء زي ما أنا قلت يعني قبل ما يقطع الاتصال لا هو الأنبياء يعني يعني العلمهم علم لدني من الله في أمور معينة إنما هو أنا يعني رسول الله كان يعلم بالفالوبين تيوب والإكس والغاي والكلام تلا أنا أؤمن إنه ما كانش على علمي بهذه الأمور والأمور دي يعلمها الله خلقها ويعلمها أهل العلم يعني تمام بالنسبة إذا علم الرجل ما المرأة المرأة لها من يوسائل منوي زي ما جورج تكلم في الحديث آه المرأة لها زي السائل المنوي البوجينة الديسشارج ده بياجي في لحظة الأورجازم لما تحصل سيكشل انتركورس بين الرجل والمرأة حالة أورجازم لأي مرأة يعني أو أورجازم اللي بيحصل للراجل بينزل منها وطري 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 وفعلا يلويش وطري بمجايدة الشارج ده الوصف بتاعه بالزبط الميا ما إفرازات مائية صفراء دي بتبقى إفرازات بتحصل في حالة الأورجازم ولكن الإفرازات دي بيكون فيها بويضات اللي هي الخلية بتاعة الجنين لا ومنما الديسشارج بتاع الراجل السائل المنوي بتاع الراجل اللي بيحصل في حالة الأورجازم بيحصل فيه الأورجازم إذا بيبقى فيه سبيرم اللي هو المكون الآخر للجنين ده عشان للأمانة العلمية يعني وفيه سائل للمرأة زي السائل المنوي آه لها سائل بيحصل فيها فجانة الديسشارج وعلى سائل الأورجازم زي السائل المنوي بالزبط ولونه أصبر زي ما مكتوب كده زي ما الحديث جاي اللي يعني لكن ما بيبقاش فيه أوفام اللي بيبقى فيه لما سائل الراجل بيبقى فيه سبيرم دي أولا على ما الرجل ما المرأة هو طبعا أنا لها تفسير لها يمكن جورج ما تعجبوش التفسير ويدحك عليه عادي يعني بس هو لها تفسير ويدحك يا جال ما تكسفش انت مش عارف لي بطلت تتحكي تحكي عادي احنا عارفين ان الرجل ان المرأة دي الأرض اللي الرجل يعني بيزرحها خلف تحديد نوع الجنين المرأة تنتج البويضات X فقط لغير والرجل ينتج النوعين X وال Y لو جامن عنده الرجل حيوان منوي يحمل الصبغة X تنسل ولو جامن عنده الرجل يحمل الصبغة Y الناتج حيكون ذكر وانا شايف ان ده المقصود به بالحديث اذا على ماء الرجل ماء المرأة يعني لو جامن عنده الرجل اما اذا على ماء المرأة ماء الرجل يعني لو جامن عنده الرجل ده تفسيري العلمي للحديث حتى فريدة بتبكي وشايفة التفسير تقريبا فريدة اذا على ماء الرجل اذا على ماء الرجل اذا على ماء الرجل وانا شايف ان ده ممكن يكون تفسير يعني تفسير يعني لمنطقية منوي X اللي هو الخاص بالمرأة ده موجود عند الراجل فلو على هذا الجين X ولو اجعله الماء الزكر ده بيأتي ايه بيأتي زكر لوا ده بالنسبة للنقطة دية بالنسبة للماء انا اتكلمت عليه يعني اللي لما عايز اتكلم عن نطفة معلش في المرة اللي فاتت جورجي اتكلم فيها النطفة اللي هي اللي هي ماء مقتوبة في المؤجم الوجيز لحد الاسبوع الاثناشر او لحد الاسبوع العاشر يعني كل مكونات الجنين بتعتبر عبارة زي الدم المتجلط بالزبط بالزبط يعني كل مكونات الجنين بتبقى عاملة زي الدم المتجلط لما تأجي واحدة بتحصل لها نزيف ويحصل لها abortion يعني يحصل تسجيل اللي بينزل منها بينزل منها دم سائل بيبقى زي الماء بتبقى التجلط فيه بردو قليلة يعني نقدر نعتبر النطفة من حيث الشكل الميرفولوجي زي ما قالح اخويا جورجي من حيث الميرفولوجي نقدر نعتبرها ماء نقدر نعتبرها ماء ماء من حيث الميرفولوجي من حيث اللزوجيا درجة اللزوجيا او دي بتبقى فعلا لها درجة اللزوجيا زي يعني زي الميا يعني تدين السائل اكتر من الجسم الصلبة والجسم الرخوي ودي برضو يعني علميا يعني مش كلامي انا او رأيي شخصي يعني هي بتبقى نزبة اللزوجيا فيها أقرب إلى السائل منها للشيء الرخوي أو للشيء الصلب المطنطفة لما قال في المعيم هي لا يعني دي ما فيهاش اختلاف كبير طه يا طه أنا أعطتك بكثة زيادة بشأن الأمورة خديجة بشأن الأمورة خديجة أنا أعطتك دقيقة زيادة خريدة خديجة يا جانب خديجة خدوجيا خديجة يعني الأميرة خديجة فريدة فريدة أسف 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 أميرة فريدة أنا أسف طيب خلي يعني تعمل ميوت أخي أخي طه ونعطي الميكروفون للأخ جورج اتفضل جورج طيب أكده دكتور موافق معانا ما فيش إعجاز ولا حاجة هو الموضوع عبارة عن المورفولوجي يعني واحد قاعد بيشوف واحدة ست سقاطك في اليوم الاربعين ولا في اليوم التلاتين كل اللي شافه شوية دم فجي قال لك لا يبقى كده اللي موجود جواه شوية دم طيب فين الأجازة؟ إذا كانت دي حاجة ملوحظة أولية ممكن أي حد يشوفها ممكن الداية ومسايد المسايد الداية اللي قاعد على عقول الشارع تعرف الكلام ده؟ فهل دي محتاج نبوة؟ هل ده محتاج كتب في كتاب قادم من عندي إله السماء في اللوحة المحفوظ؟ هل ده اي كلام ليه اي معنى؟ او دي ينفع يتقال عليه ان هو أجازة او حاجة؟ زكاة ملوحظة أولية ينفع أي حد يشوفها ويسجلها؟ زكاة القابلات الأبرانيات كانوا يعرفوا الكلام ده مثلا قبل محمد ده الفين سنة؟ فين الأجازة؟ مفيش أجازة. ده كده يتتفق معايا انه هو كل اللي كتب هو هو شوية ملاحظات أولية سجلها هو بعينه. هو شاف واحدة سقطت مثلا بعد ما كانت حامل في شهر. وكل اللي يزم هي شوية دم. قال له خلاص يبا الجنين كان شوية دم. كلام علميا خاطئ. مورفولوجيا ينفع. لكن علميا لا. علميا الجنين ده لو خدته حطيته تحت مايكروسكوب هتلاقي حاجات كتير جدا. مش مش شوية دم ولا حاجة. فهو لكن لا يعلم اي شيء جوه الجنين. هو كان الكل مشوفه حاجة ملاحظة ايه? ما فيه شيء جاس. الحتة التانية احكيت ان الانبياء وديها الحاجة انت بتعرفته في الاول. ان الانبياء ما هو مش رجال ومفروض ان هما ما يعرفوش كل شيء. طيب لماذا تدعي الاديان ان الانبياء هم يعلموا كل شيء? وانه وانه لا ينطقوا عن الهوى وانما هو وحي يوحى. اين هو الوحي الذي يوحى? هو رجل اللي ينطق عن الهوى طول الوقت. زي حادثة تقبيل النخر. راح قال لناس ما تقبروش ان يا اخي. كان النتيجة مصيبة صودة. المحصول باص. وجات الناس مسكت في رابطة وبعد كده. قالوا لهم انت اللي قلتاني ما تعملوش كده. والمحصول باص. راح قال لهم انتوا ما اعلم بشؤوني دنياكم. حد قالوكم تسمعوا كلامي. طيب واحد بيقولك كده. حد قال لك تسمع كلامي. ازاي انا سلم له حياتي واسمع كلامه في اي حاجة تاني يقولها. ازا كان بتكلم في حاجة زي كده وفات فيها ولما حصلت المصيبة والناس جايبت طالبه بكلامه. قال لك لا ما تسمعش كلامه وانت حد قال لك تسمع كلامي. يبقى انا فاقة لهم ما نسمعش كلامك فاي حاجة خالص لا دي ولا غيرها. انا ايه اللي ضمني بقى زي انت كنت حاجة بسيطة زي النخلة دي بقى وسطها. ايه اللي ضمني ان انت طلعت عالجبل وشفت جبريل وحادي شفت جبريل وطلع لك ونزلك وعمال يجيب لك فقات وعمال يعمل لك او حد شاف معك حاجة. انت اللي بتقول. اجي انا بقى ساعتها. لو حصلت المصيبة السودة. اجي انا مسك برهاب تقول له انت اللي قلت لي جبريل قال. يقول لي انا قلت لك اسمع كلامي. ما قلت ليه حدسة ليه سبقة يعني. يعني الموضوع لي سبقة بكده. فانا ازاي فعلا ازاي فعلا انا عاصق في رجل يتكلم بهذه الطريقة. لو انا جيت النهاردة للدكتور طاق قلت لها دكتور. مسلا هجيب لك مراتي حالي. والمفروض ان هو طبيب. طبيب امراض نسب. وجي بعد كده عمل مشكلة مسلا اوديها حاجة غلط وسقطت. اه جمسك فيه يقول لك انت حد قالك تجيبها لي. هل انا بعد كده ممكن ناصق فيك في اي شيء في الحياة حتى بعيد عن الطب? هجيب لأ. فانا محمد نفسه شاهد على النفس وقال لما تسبق بحاجة لك اسمع كلامي. فلا اصلا فعلا لا يمكن ناصق فيك في اي حاجة تاني. اطلاقا. بالاضافة لان فعلا لا لا السنة ولا الحديث ولا الايات القرآنية اللي قالها او ايات كثيرة اخرى اتكلمت عن موضوع الجنين على فكرة اا اول صور القرآن اا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عوقك. هل الانسان خلق من دم? لا. ادي غلطة. اا يخرج من اا ماء انضافق بين الصلب والطرائب. غلط. كل ده غلط. كل حاجة تكلم فيها عن الجنين. اي موضع ذكر فيه الجنين او الاخصاب او اي شيء اتعلق بهذا العلم في القرآن هو كلام خاطئ علميا تماما. وهو مخشوش من اللي قبله وخصوصا من العاقل القديم. عشان كده دايما الاحاديس تلاقيها لو تركز في الموضوع ده تلاقي كل الاحاديس عبارة عن ان واحد يهودي جاي يسأل له سؤال وهو يجاب على السؤال فالرجل اليهودي يقول له ايه الله هو اكبر امانت بك كرسول. يبقى الراجل ده كان جايب الحاجات من هين? جايبها من عند الياهود. هل الياهود كان عندهم اي علم? فهزر هذه المرحلة يذكر? لا. كلام تافي كله لا يستحق القراءة على الاطلاق. كل كلامهم وكل كتبهم عبارة عن عبث وكلام فاضي متفاهة وحاجة يعني حاجة بشع. عايزين بقى نكمل باقيك الاية لان بعد كده ايه بعد مرحلة النطفة وبعد كده العلقة ندخل بقى في مرحلة المضغة. جنين ايه? بقى عبارة عن حتة لحمة الممنضغة. مرسولة برضه. يعني اللي بيشوف الجنين بقى حتة لحمة المنضغة هل الجنين في اي لحزة من اللحظات بيبقى شبه حتة لحمة المنضغة? او بيبقى حتة لحمة المنضغة? ده القلب بينبود في اليوم الواحد وعشرين. يعني قبل الاربعين يوم الاوليونية لما تخلص اللي هي بتاعت المرحلة النطفة اللي هو شوية ماء بيبقى عنده قلبه بينبود. يعني ازاي واحد زي ده بيقول لنا الكلام ده ان هو بعد كده ايه دخل بقى مرحلة العلقة وبعد كده المضغة وان الجنين بيبقى مضغة وبعد كده وقال لك ايه وكسامنا العظام اللحمة ده. هو السم اه عظاما وبعدين كسامنا العظام اللحمة. حيطة لحمة دي بتتحول الى عظام. اي مرحلة من الجنين بيبقى عبارة عن شوقات عضل. مفيش. هل اللحم بيجي بعد العضل? لا. الجنين بيجوا مع بعض. اي اكتب بيجي محترم. طب. جورج انتهت الخمس دقايب بتاعتك. نتحول الاخ طهب. فضل اخي طهب مع خمس دقايب. فضل. لا انا دلوقتي حافوق على جورجي على فكرة خلاص. انا ادرك هنطلق. بص يا جورج. بالنسبة للحديث اللي انت ذكرته او الواقع بتاعة النخلة دي من الوقائع اللي احنا بنسميها اعزم وقائع الاسلام. اللي هي بتاعة النخلة دي. اللي انت استدليت بها على عدم معرفة الرسول. لما ناجي بنتكلم على ان في امور بعد الرسول بتلجأ الى التفسير الانسان والانسان مخلف في الارض ان الانسان المفروض يفكر ويتعلم ويعمل حاجة يعني ويشتغل بنفسه مش كل حاجة حيرجع الى حد اخر وكده. الرسول لما عدى على الناس دي ولقيها بتجلم النخل. تمام? في ايمان ده الفرق بين المؤمن والملحد ان احنا عندنا ايمان ان في مسبب الاسباب ان في الله ده موجود بيسبب كل الاسباب. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى دي اللي احنا بنؤمن به انه ما شافش الامور عايمة. خلق علم. خلق ساينس. عشانك الامور يبقى لها تفسير. يعني الغيمة ازاي دي بتاجي والمطر ازاي بياجي والرعد والبرق والكلام ده كله كالشواهد مسلا اللي بيشوفها الانسان في حياته. ربنا خلق علوم العلوم دي بتفسر هذه الاشياء والاسباب. تمام? ولكن الانسان مع المؤمن يجب ان يعلم دائما ان في مسبب الاسباب. باختصار بسيط بس عشان ما اقولش عليك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف الناس بيعملوا تقليم للشجر. فبيسألهم. ايه فادة اللي انتو بتعملوه دي? كهو الرسول قادم من مكة ودي بيئة تجارية. المدينة كانت بيئة زراعية وتجارية في نفس الوقت. يعني المدينة كانوا بيعرفوا الزراعة. الصحابة والمهاجرين والرسول ما كانش بيهم في الزراعة. فقالوا لهم ايه بتعملو دي? قالوا له التقليمة دي بتزود الانتاج بتاع الزراعة. فقال لهم ولا تنسوا الله. تعملوا التقليمة دي ما تنسوش. اني في الاول وفي الاخر اني ربنا هو اللي بيسبب الاسباب وهو اللي ممكن يكرمك ويخلي محصولك ده كتير. حلو. جاء في الموسم اللي بعديه. البهوات. دي لا قلموا الزرع ولا عملوا اللي هم بيعملوه وقال لك خلاص ما فيه ربنا هو اللي بيزرع وهو اللي بيقلع. وقاعدوا يدعوا يقولوا يا ربنا يا ربنا. ربنا طبعا ولا سمع دعاهم ولا الزرع طلع طرح. فراحوا للرسول بيقولوله طبعا احنا السنة دي ما قلمناش. وما طرحش الزرع زي ما كنا بنعمل قبل كده. فالرسول قال لهم. انتم اعلموا بشؤون دنياكم. يعني انت تفهم كل انسان عليم بعلمه. وسألوا اهل الذكري ان كنتم لا تعلمون. انتم ناس مشهورين في الزراعة. بتعلموا الامور الجيدة للزراعة. افعلوا ما طرونه ثوابا لهذا الامر. شو مسبب الاسباب. انا مش عارف يا فريدة انا ابتدي تعالى. ايه دي عشانك عارف افوق اليوم. فهو. فهو. ده المقصود. ان احنا الدين بتاعنا لا يأمرنا بالطراخي. زي سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل لواحد في المسجد اليوم كله قاعد يا رب يرزقني يا رب الديني يا رب اعمل لي. وقايم سوم صلاة سوم صلاة سوم صلاة. ايه اخواننا ده بيشتغل قالوا له دراجي العابد زاهد ناسك ما بيطلعش من الجامع. مين بيصرف عليه قال له اخوه. طربوا بالعصايا كان حيفتح له دماغه. قالوا ان اخاك افضل منك. اخاك اللي بيشتغل لو بيصرف عليه. احسن منك. وقال الخطبط الشهيرة سيدنا عمر ان السماء لا تنطر زاهبا ولا فضة. ايمانهم ايمان اتكالي او الرسول جاب ايمان اتكالي. ما كانش قال للناس اعملوا. ما كانش قال للناس يسالوها للذكر. ما كانش عمر بن الخطاب قالوا ان اخاك افضل منك. ما كانش عمر بن الخطاب قال ان السماء لا تنطر زهبان ولا فضة. ما كن الناس جاهزنا جيوش وجاهزنا اسلحة وغزينا بها العالم القديم. تمام? اللي انا بعترف برضو ان انتشر بالسلاح. كنا قلنا ربنا حينصرنا. فالواقعة اللي انت حكيتها معلش يا جورجي انطلط يعني برا الموضوع الاساسي. الواقعة دي معناها. ان كل انسان يعلم في امر يعني يعمل به. انا كدكتور اعمل في الطفل. تمام? السيف. الحكم السياسي. مش الدين. تمام? انما معلش ده اخوية بيقولي هو الاسلام انتشر بالسلاح فانا بيقوله لا ده الحكم السياسي. انما الدين انتشر. فده اللي انا عايز اقوله. ايه? انتشر بالورد والشوكولاتة. على فكرة ده سلفي. المهم. فده اللي انا عايز اقوله لك. ان الرسول قال لهم اعمل كده. بس ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرس جزقك. يعني زي احنا وطلبة بنذاكر. كان من اخواننا السلافيين والاخواننا المتدينين مثلا. بيجيب مجموع او ضريات في الكلية اكتر من المسيحي او الملحد اللي قاعد بيذاكر. انا كنت اقل لهم ايمانا الشقة بتاتي كانوا كلهم سلفيين. انا الوحيد اللي كنت حالك دقني. ويوم ليل نهار اطلق ادقنك دقنك دقنك لا انا مبسوط كده. وكنت باجيب اكتر منهم كلهم. لاني كنت بزاك. يعني هو. انا بشك. يعني هو. اه طاها. دقيقة الحلوحة ديني دقيقتين. الحلوحة دي حلو. اي داييتين بعد اي يعني. هو المشكلة. المشكلة يعني كما قال اخي جورج لا ينطق عن الهوى ولكن انما يوح وح ينوحة لما بقول لك وح ينوحة معنات كلامه رب العالمين مهما تكلم على كل. على كل انا انا راح اعطيكم دقيقتين وبعدين راح اعطي اخوي جورج سبع دقائم. فضل. اوكي اوكي. خلاص كملهم خمف عشرة وجورج ياخد عشرة. تمام. اوكي. فدقنوتهم الطويلة يعني او زيادة تعبوتك مش هتزود. لان الدنيا الدنيا تعمل. والمفروض الانسان يعمل فيها وده ما اتى به الدين. في حديث الرسول قال اعمل لدنياك كأنك تعيشه ابدا. يعني اعمل لدنيتك دي كأنك تعيش العمر كله فيها. اتخيل لو انت مخلط في الدنيا دي. تزرع وتقلع وتطور من نفسك وتعمل حضارة. واعمل لاخرتك كأنك تموت وغدا. فدي بس معلش الحادثة بتاعت النقر. لان الحادثة دي مهمة يعني الحادثة دي يعني احنا بيحكوها لنا من احنا وطفال صغيرة. جوامع وفي الدروس الدينية. ياريته على المضغة والعلقة ياريت. ادخل على المضغة. المضغة بالنسبة لجورج برضو يعني الحادثة دي انا اختلف معاها جدا فيها. في نهاية الشهر التاني. بيبتدي تخليق بيبتدي عندنا الجنين بيبقى لهو تو انت. الكوديا الانت والكرينة الانت. الكرينا الانت دي النهاية المخية يعني الكرينا الجاي من المخ يعني باللغة اللاتيني. ودي اللي بيبقى كده بيبقى الدماغ. والكوديا الانت دي من ورا دي بتبقى زي الديل. دي اللي بعد كده بتبقى الاطراف واليدين والرجلين والكلام ده كله. شكلها بالزبط ازاي اي حاجة ممضوخة انت بتحط لحمة ببجك وتمضخها لو طلعتها بتلاقيها واخد الكيرف الهلالي ده بالزبط. لو شفت الشكل ده على الصنار. لا على فكرة يا جان يعني بجد انا دكتور نسا والموضوع ده بشوفه كتير بالصنار. يعني لو بصيت على شكل الجنين في الصنار في اللحظة دي الكوديا الارد والكرينة الانت بتلاقيه زي حتة اللحمة الممضوغة بالزبط. بالنسبة لتخليق العظام واللحمة دي بالنسبة الجورج بيقول الكلام ده كله معتمد على المورفولوجي. ودي سمعتها برضو من دكتورة نسا زاملتنا ملحدة. يعني في دكتورة نسا زاملتنا ملحدة فهي بتتكلم كانت زي جورج كده بتناقشني. بتقول ان النبي محمد آآ لا اؤمن بنبوته ولكن لا انكر زكاءه الفائق. هي بتقول كده. انا ما امونش للنبي لكن هو انسان زكي جدا وقائد وقدر يعمل فكر واتباع يعني زي اي الناس العظام القديمة اللي قدر تعملها افكار وكلام دي. فقالت هو كان عنده قوة انه يلاحظ عملية السكت بتاعت الستات ويشوف الشكل الملفولوجي بتاعت الحاجة اللي نازله. وعلى هذا الاساس كان يحط الوصف بتاعها ونزلوا في الاية دي في القرآن. طبعا انا الدكتورة هي وبتقول الكلام ده كنت هموت على نفسي بالضحك. لان ده كلام عدى عدود العبط. ده لو جيبنا طلب الطب وجيبناه لهم هو بعد كده هو في مكة والمدينة كان شغال داية. كل يوم الحارين بتسقط عنده. يعني جاي يبص دي سقطت النهارده شكل الجنين كزا دلوك في اليوم الكزا. وانت يا ماما اخر يوم في الدورة بتاعتك كانت اه في اثنين ربيع التاني يبقى انت كده طفلك اربعين يوم. شكل الجنين لما نزل في اربعين يوم عامل زي المضغة. شكل الجنين لما نزل مش عارفة. يعني كلام غير عقلي. ان الرسول كان بيشوف الستات اللي بتسقط. وعلى هذا الاساس يعمل في الفرجي؟ لا. ده اي ست بتسقط لحد ما يتخلك في السبوع الاطناشر. ويبقى جانين مكتمل بس كد كفت اليد. يعني هو بيبقى جانين مكتمل في السبوع الاطناشر. او الاسبوع الستاشر بالزبط. عشان نبكى دقيق. الاسبوع الستاشر بيبقى بس جانين باي كفت اليد كده بالزبط. بس مكتمل. قبل الاسبوع التلاتاشر اي سقط بيحصل بيبقى عبارة عن دم نازل لا فيه مضغة ولا فيه علقة ولا فيه نطفة ولا ليه اي شيء هو عبارة عن دم سائل اي ست بتدخل عندي في ابورشان بتسقط قبل الاسبوع وعشان كده في بريطانيا واحنا في مصر الطب بتاعنا بريطاني ستاشر قبل الاسبوع الستاشر بنسميه ابورشان سقط لعني عبارة عن دم اللي بينزل بعد الاسبوع الستاشر يا جورجي بنسميه ابورشان يعني ولادة مبكرة لان الجنين بيبقى اكتمل لموه حكاية اني فلا انا انا اقول اني مستحيل يكون الرسول شاف الستات دي بتسقط ووضع الاوصاف على اللي هو شافه ده مستحيل مستحيل لانه هو عبارة عن دم بينزل قبل الاسبوع الاربعتاشر دم لما يتخلق الجنين بالكامل بعد الاسبوع الستاشر بينزل الجنين مكتمل ده بيبقى ولادة مبكرة بليه تير مليبر او ولادة مبكرة حكاية اني خلقنا العظام الاحمن والكلام دي هو جورج بيقول ان اللحم والعظم في علم الامبرولوجي بيدخلكه في نفس ذات اللحظة الرد بتاعي انا اسمعت رد جورج عليه قبل كده اللي هو فاة تفيد السرعة وجورج اعترض عليها في مناظرات كتير قبل كده انا اسمعت له اللي هو يقول لك ان الفاة تفيد السرعة فكسون العظام اللحمن هي فعلا الفاة تفيد السرعة ولكن يا جورج العظم بيدخلك قبل اللحمة في البني ادم اللحمة المقصود بيه الاسكليتل مصل ركز معي انت دكتور تمام انا اكسد الاسكليتل مصل اللحمة الحمراء اللحنة ابن كلها انا افترامي ليه اسكليتل هيسم لا اسمه هو هيسم ما اسكليتل وصلت فكرتك وخلص وقتك يعني اوكي اوكي اتفضل انا مش هعلق تاني على موضوع تعبير النخلة ده لانه يعني الموضوع مش محتاج بقى جدال بيزنطي ملوشة اي لازمة واضح ان الراجل كان مش فاهم الموضوع وراح فاتف حاجة هو مش فاهمها والمفروض ان هو نبي يا الله يمتق عن الهوى وانما هو وحي انه يوضحى يعني يا عارف تتكلم يا مش عارف ما تتكلمش وهو نفسه اللي قال من قال لا اعلم فقد افتر هو نفس هزر رجل قال لهذه المقولة من قال لا اعلم فقد افتر فان كان سألوه في حاجة هو ما يعرفهاش كان اهل لا اعلم وكان تستعتبر فتوى بحسب منظوره هو بحسب منطقه هو لكن هو افتر في شيء لا يعلم الكلام بقى بقى اللي هم اعتبروا وهم رحوا عملوا وهم ما عملوش. هو في الاخر افتلهم في حاجة هو لا يعلم عنها شيء. وده عيب به انه كان نبيا من المفروض يعني. اه موضوع ده اه لا طبعا محمد ما كانش بيلف. انا لا اعتقد اساسا بوجود هزيز شخصية بس هنفترض ان كان فيه شخصية اسمها محمد. يعني انا اعتقد ان دي ده يعني مجموعة حاجات اتكتبت مع بعضها وتم تلفيق هزيز شخصية زي شخصية المسيح بالزبط هي شخصية وهمية تم اختراعها. بس هنفترض ان كان فيه شخصية اسمها محمد. اكيد ما كانش بيلف. لكن في المنطقة اللي هو كان عايش فيها كان فيه ناس كتير جدا. آآ آآ كل القصص وكلام اللي قالها كان الكلام ده متداول. يعني كان عبارة عن قرى وقبائل والناس عادة تحكي تقول ان هو. شواء تروعات غنم بتكلموا فيه. كل اللي عنده معلومة بيقولها. كل اللي قاله كان معلومات منتشرة في هزر عصر. منتشرة في المكان اللي عايش فيه. منتشرة في القبائل موجودة حواليه. هو كان مفروض ان هو كان تاجر ويعمل بالتجارة. وبيروح لحد الشام ويرجع. كلها كانت متدولة. كلها معلومات كانت متدولة. عشان كده زي ما بقول لك دايما الحديث يجي في صورة ان اليهودي كان جاي يتحداه وهو رد على اليهودي الرد التمام فاليهودي قال له ايو انت كده رسول الله. ايه الدليل ده ايه الدليل الكلام ده دليل على ايه? دليل ان هو كان بيقول له نفس الكلام اللي هم كانوا بيؤمنوا بيه. يبقى هو ما جابش حاجة جديدة. ان كان في كاي كلمة قالها محمد اعجاز فالعجاز ينسب لمن قبله لان هو ناقل فقط. كل كلمة قالها مفيش كلمة جديدة. مفيش معلومة جديدة. كلها كلام منقول اما من اشعار واما من معلومات عامة كانت منتشرة. واما من اه او كتب المسيحيين واليهود. كل الكلام حتى الكلام اللي في القرآن عن المسيح وشخصية المسيح وكلام من منقول من انجيل الطفولة. الراجل ده ما قالش كلمة واحدة جديدة. خالص. كله كلام منقول. فعادي كان بيسمع عن ناس بتتكلمه وقاعد يتكلم زي ما هم بيتكلموا. ولكن للحظ السيء ان هذا الرجل كان يتبع كلامه سيفا. فتم نشر هذا الكلام بالسيف على الاساس ان ده كلام نبوة. لكن لو كان الراجل ده معهوش سيف. وانا النهاردة هنبعدين نفتكر قد ايه الناس في العصر ده كانوا مش فاهمين حاجة. بس. وامر الموضوع مرور الكرام ومحدش بقعد يقول لهم يا ده اعجاز وده بطيخ وبتاع فين الاعجازة. ولا كلمة لحد النهاردة فيها اعجازة. الفاق تفيد السرعة. انا عايز اسأل سؤال واحد. هو اللي عم كان عمال يتكلم ويفتي ده طول الوقت. ليه ما عادش يوضح الحاجات دي? ليه سايبها عائمة? ليه سايبها الدكتور طاها ولا الهيسن طلعت ولا لا حد. يقعد ما يقول لنا استلفاء تفيد السرعة. بس لفاق تفيد اللي مش عارف ايه? استلفاء دي على واقف على اول الشرعة بتشرب عصير قصب. ما قالش هو ليه? ما شرحاش هو ليه? ما هو كان قاعد عمال يهري طول النهار والليل في كلام تافه. ايه يقول لك مش عارف تدخل تتبرع في الخلاق تاخد معاك ثلاث زراطات. ولو انت واقف انت راجل واقف بتتبول وما حكيتش اه لمواغزة يعني ما حكيتش بتاعك في الحجر بعد ما خلصت تتعذف في القبر. كلام تافه جدا قاعد عمال اويل ماشي مع الصحابة? اتدرون ما هذا? اقول له الله ورسوله اعلم انه السحاب. اتدرون ما هذا? اه 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 اتدرون ما قلوه السحاب. كلام فاضي كله. اتدرون ما هذا الصوت انه الحجر وقع في جهنم من سبعون سنة. اتدرون ما هذا انهم اليهود يتعذبون في الكبور يوم. ما قاعد الرجل هو عنده وقته هو. واعد يهري. ويقول كلام فاضي. ما يا عم كنت وعدتش ارحت لنا الكلام ده زي ما الدكتور قاله دي وقتين. ليه محمد ما قلناش في الحديث الشرح اللي قال عليه هيسم طلعت او الشرح اللي قال عليه الدكتور طه. اللي هو بقى يا جماعة على فكرة موضوع فاق دي الفاق تفيده السرعة وفيه بقى الطبقة ميزودرم دي بيحصل فيها كزا وكزا. ليه ما عادش شرح لنا بالطريقة دي? ليه ضيع وقته في شوية كلام تافه? او شوية كلام فاضي. اليهود بيتعذبوا في قبرهم والحجر اللي وقع في جهنم. ما كان اعت شرح لنا الكلام ده. ولا هو كان عملها لكم مفاجأة وسايب الموضوع عايم الف واربعمائة سنة محدش فهمه لغاية ما جاء الدكتور طه سنة الفين وستاشر فهم الموضوع. يعني كلام عجيب فعلا يعني. كلام كله اللي هو اي لقص دي اه الرسول ما يوضحهاش عشان الناس ما كانوش هيفهموها. طب بيقولها ليه لما هم ما كانوش هيفهموها. وبعدين ما يفهموها اللي عنهم ما فهموها. ما انت عملت تنبأ. يا عم سبهال نحن يعني تنبأ بيها وسبها لنحن. نبقى نفهمها احنا بعد كده. لكن لا يعني لا انت موضحها في الاية ولا لما جيت تقول الحديث عارفت تشرحها. برضو الشرح بنفس الطريقة نفس الكلام اللي قدته والعجن بتاعك واحد في القرن السادس الميلادي. فقاينا لحد هذه اللحظة احنا بالنا للحلقة الحلقة عدة ساعة الدكتور ما قلناش فين العجاز? فين العجاز في الاية? ايه الاعجاز ده يا دكتور معلش عايز اقول لك تعريف العجاز انك تعجز الناس. انك تبقى اجيبك حاجة ما حدش قال عليها قبلك قبل كده. ما حدش يعرفها خالص. ما حدش ما حدش ذكرها في اي شيء. فين العجاز? الطين? اتكلم عليه الشعراء اتكلم عليه الكتاب المسيحيين واليهود والعاد القديم والجميع. قبل محمد ده الف سنة اكتر من الف سنة. ايه ايه تاني? مرحلة النطفة? تكلم عليها سفر ايه. مرحلة المدغة والعلاقة نفس الكلام. ونفس الكلام ده كان مكتوب في كتب جالينوس وكان مكتوب في كتب اوباكراتيس. نفس الكلام بالزبط. هو هو. فين الجديد? فين العجاز? مفيش عجاز. هل بقى الكلام ده علمان صحيح? لا خاطئ. خاطئ وبشهادة اي كتاب. طلع اي كتاب بص على المراحل دي هتلاقي كلام خاطئ تماما. كلام لقى تعدى مرحلة المورفولوجي وخاطئ برضو. ففين العجاز طيب? عايزين العجاز? لأ انت قلت لنا الاية دي فيها عجاز. لعدة دي وقتين ما وصلناش لها حاجة في العجاز. وخلصت الاية. بعد كده كسونا العظام الاحمد ثم انشأناه خلقا اخر. فتبارك الله وحسن الخلق. دي اللي عجازة. تدخل بقى على الحديث اللي بتفصل لك يقول لك بقى مرحلة نفخ الروح. والروح بتتنفخ بعد اربعين يوم. طب معلش? لما الروح بتتنفخ بعد اربعين يوم. ايه الروح دي اساسا? لما جينا سألنا لما جوم الناس سألهم محمد عن الروح. غاب عليهم ستة عسابيه ولا اربع عسابيه? ورجع في الاخر بعد اربع عسابيه. قال لهم يسألونك عن الروح فكل الروح من امر ربي. يعني ايه من امر ربك? انت مش سألت ربك? طب فين المعلومة? انت بجدت اربع عسابيه اقل نستني ربك ينزل لك الاية? لما رجل نزلك في الاخر قال لك لا دي حاجة بتاعتي ملاكش دعو بيها? طب بتكلمني عنها ليه? يعني ايه روح من امر ربك? زي برضو نفس الكلام بتاع صورة الكافة. اللي هو ايه? اه ساكون هنا اربعة وخمسهم كلبوهم. وستة واسبعهم كلبوهم. ما مش عارف كام? طب فين العدد هو بيقول لك ايه الناس دي بتفتح عليك? او بتقول كلام مش مزبوط. طب يا عام انت انت الربنا اللي بتحكي لنا القصة. فين الكلام المزبوط? ام الناس عملت كل لك خمسة او اربعة ما حدش عارف. طب فين الكلام المزبوط قال لك لا قل لا يعلم عددهم الا الله. يعني مش انت الله. مش انت الله. طب ما تقول انت عملها لنما فجأة? هو سر. طب بتحكي لنا القصة ليه لما هو سر? يعني الكلام غريب عن روح ومن امر ربي. يعني ايه الروح من امر ربك? طب ما تقول. مش انت ربنا اللي بعتينا الكتاب ده? قلنا ايه ايه الروح? وبعدين ترجع اقول لك الروح بتتنفخ في الجنين في اليوم الاربعين. ايه الروح? معظم تفسيرات المستلين ان الروح هي سبب الحياة ومصدر الحياة. طب يعني الجنين اربعين يوم مش حي? طب القلب ينبض ازاي لما فيش روح? ايه هي الروح? لا حد عارف ايه الروح? ولا حد عارف الجنين عايش ازاي? ولا حد عارف حق خلص. الموضوع مبهم تماما. الموضوع عبارة عن فعلا انسان بسيط اه اتولد في من الف ورمعمائة سنة وعاش وسط ناس كانت ثقافتهم ضحلة جدا ونقل لنا الكلام اللي هم كانوا بيقولوه. هذا هو كل شيء هو ده القرآن في بوساطة القرآن والاحديث وكل الكلام ده هو عبارة عن نتاج بيئة صحراوية من الف ورمعمائة سنة. فقط لا يتعدى زلك والمفروض ان احنا ما ندلوش حاج معكبر من كده وما نضيعش وقتنا فيه. بس للأسف الشديد هذا القرآن اه يقول له ان الدكتور كان بيقول دي رقتي من صاحبته او صديقه بتقول له ان اه محمد ما هواش نبي لكن هو رجل ازاكي جدا او رجل انا لا اعتقد ان هذا رجل ازاكي جدا اذا كان موجود تاريخيا اصلا هو رجل والدكتور يعلم الكلام ده جيدا في علم الامراض النفسية في حاجة اسمها دي غالبا بتتكون في ما بين ست لسمعة سنين وبعد كده الشخص يعيش بيها بقية عمره ولا تستطيع ان يتخلص منها ابدا. زي مسلا مش 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 مرة ده ده في الشخصية نفسها. اه محمد وهتلر ونابليون وكل هؤلاء الناس دي كان عندهم الناس دي عنده مشكلة في الشخصية. المشكلة دي لو تحطك في الظروف الصحة. لو تحطك في المكان الصحة. بتعمل بتخلي الانسان يفعيد. تخلي ان انت في قوضة وفي المفاشل لمسامير. فيها مسامير كتير. وانت معك شكوش. هتبقى افضل واحد انت في القوضة. لأنت لا تعرف تدق كل المسامير. لكن لو خدوك بالشكوش ده وحطوك في ارض زراعية هيبقى ملكش ايه لازمة. كل الشخصيات اللي انت اللي اصرت في التاريخ زي شخصية محمد وشخصية هتلر وشخصية موسوليني وكل الناس دي الناس دي كان عندهم غالبا معظمهم كان يميل على العنف بشدة. وغالبا محمد كان مصاب بسرعة الفص الصدغي. عشان كده لما تحط البيئة كلها عنف والتأسس الدين على العنف وكل اللي كان بيعمله ان هو ياخذوا الناس. ياخذوا الناس ويقتلوا اطفال يقول لك العائشة. عائشة اصلاح بلاغ تبدل. طب انا بشكتك فيها ووقت العشر دقائق انتهوا. اه طبعا اصدقائي انا يعني اظن بكفي المناظرة لحد هون وناخد شوية اسئلة واتصالات سكايب لو امكن يعني. طبعا انا راح افتح سكايب مباشرة اصدقائي وانا بتمنى منكن المداخلات ومتل ما بقولوا يعني ارائكم وتعليقاتكم على المناظرة وخلونا نتناقش يعني ننتهي من جو المناظرة ونتناقش. في سؤال لك اخي طاها من الاخت سارة عم تقول دكتور لؤمن دكتور طاها هو مؤمن بالإيمان الروحي اكثر اكثر شيء نستطيع نحترم ذلك لكن اقول القرآن متماشي مع العلم وا 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 هذه هراءات. صراحة آية الجنين في قرآن تتكلم عن تكوين الجنين تكوين مرئي يعني بالملاحظة. عادي. اما علوم دلوقتي هي تطورت بشكل رهيب ولا قرآن ولا محمد. يعني واكد هذه العلوم. فلماذا تغطو الشمس بالغربال. اه تفضل احنا. اذا في عندك اي تعقيب على الكلام اللي سمعته. وحكاية ايمان الروحي. بطي عين الشمس بالغربال. تفضل. هو حكاية الايمان الروحي دي مش عارفة ان هي توكسو دي. بس هو فعلا يعني انا يعني امير للصوفية اكثر يعني. لو تزمت للفكرة تزمت الشديد للفكرة عندي استعداد ان انا اتقبل الفكرة لو الفكرة غلط. ما عندي استعداد اكيف الفكرة الغلط على الكلام بتاعي دا لو غلط اكيف وبحيث على العلم بحيث ان يبقى مصبوط لا انا ما عنديش القصة دي. انا احب اعرف الهجيجة. لمن بالروحاني اكثر يعني. اما موضوع الميرفوليجي انا قلتها ولازلت بقولها الكرآن كتاب روحاني ليس كتاب علم. والكرآن كتاب روحاني ليس كتاب علم. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى انه جعل في بعض الامور البسيطة المتعلقة بالعلم عشان تبقى كدليل يعني دليل العقلي دليل علمي يحسي على ان هذا الكلام مش كلام بشر. كلام يعلو فوق يعني مستوى البشر. اللي انا اللي انا عايز اوصله. اني انا لما احب اكشف على واحدة زي ما قال اخويا جورجي ولا تسألني عن شيء خاص يعني في النساء وتقول لي مش هقول لها دقيقة افتح المصحف واطلع لك الايجابة. لا هو اللي بيحصل لنا بفتح المراجع للمية عشان اطلع الايجابة. لكن الاية برضو جورجي بيقول الانسة اللي بعت السؤال دي يا مرسي هي كلامها جميل جدا يعني قد قولها هي ملاحظات شكلية يعني مورفولوجي. طبعا هو اكيد الناس اللي نزل عليهم القرآن في هذا الوقت يعني ما كانش الرسول او الله سبحانه وتعالى يعني حينزل عليهم شبطر في في القرآن. اتق الله اتق الله يا حسن. الموضوع ده مهم جدا يا دكتور لان قبل محمد كان في ناس كتير وكتبوا كلام اقصر علمية واقصر موضوعية من كلام محمد فما تقوليش ان الناس ما كانتش هي تفهم لا الناس كانت تفهمة كلام جالينوس الناس كانت تفاهمة كلام الباقراتيس الناس كانت فاهمة كلام ده وكان بيتكتب في كتب وكان وكان بيتم تدوينه وكان فيه مدارس بتتدرس بيتدرس فيها الكلام ده? مدرسة جوند ساكور كانت امرأة ساكور نفسه اللي انشئ المدينة كانت جايبة معها اطباء يونانيين وكانت عاملة مدرسة بطب يوناني. الكلام ده قبل محمد بفترة. فليه ليه 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 مش هينزل عليهم الشطر في الامجراجي يا عم نزل. يا عم نزل ونفقه واحدة لوقتي. بلاش الناس كفاهموا ساعتها. قالي الناس كانتها كفاهموا. الوقت ده وكان العلم ده كان علم متطور. مع اتصال للاخ سامي. اخي سامي تفضل اخي سامي. سامي حبيبنا تفضل. اه اتمنى تكون سمعان الصوت اخي سامي. طبعا سامي موجود معنا في حلقاتنا وانا بتمنى الاخ سامي يكون عم بسمعنا. اظن الاخ سامي ما عم بسمعنا. طيب. انا متمنى بترجع اتصال. في واحدة التعليقات يا جنس مقاتل اللون. اه. نازل فيه شتيمة من الصبح. او لا بقى ايه شوف حركات ايديه ده مجنون ده مش عارف ايه. طب اه كابتن قاتل اللون متيجي. تعال نشوف مين فينا المجنون. مين? التعليقات دي بذا انت شايف انا مش شايف هاي. صراحة التعليقات هاي. نازل شتيمة من. هل هل ده اعتى ما توصلتوا ليه? مش عارفين تثبته فكرة فبتعدوا تشتموا في اللي بيقولها. بس. يعني هو ده اللي انت قدرت بتتوصله كمسلم بتدافع عن الاسلام. وبتحاول تسامي ده اخوك انا اخوك المسلم اللي زيك. بان انت بتشتم. هل ده موقف مسلا او دي طريقة تدعم بيها مسلا اه طاها انت مبسوط? او كده دول بيسندوك او بيساعدوك? لا طبعا. انا اتكلمت على فكرة في الموضوع ده قلت لك النهاردة يعني في فيديو ليه ياريت تسمع. اتكلمت في التطرف في الاسلام والالحاد. ياريت تسمع. بص يا جورج انا بزي ما قلت لك. انت بتقول كان رزل شبطة في الامبريولوجي. برضو انا لسه بقول الكتب الدينية مش كتب علم. بيبقى فيها مقتطفات بسيطة من العلم دي عشا يعني معلش يا جورجي طيب. برا موضوع الامبريولوجي. لما قال يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعدوا الى السماء. اسمع فيها حامد عبدالسامد يا طاعة وانت يشرح لك. انا معلش حامد برضو فكرة هي حكاية يعني انا في شخص يعني انا بحب اسمع الامير البحس اللي هو رياض الخزرية يعني بحب اسمع الجان مش مجاملة لي يعني برضو لي اسلوب حلو بيوصل وانت مثلا انا حب شاحمد حرقان شخص غاية في الركاكة بيتكلم باللغة العربية الفصحة افكاره مش واضحة ما بفهمش منه حاجة انت غير اني بحس انه هو عنده كبت عدائي مش مش مجرد انه هو عايز يوصل الناس للحقيقة يعني في فرق انا بحسك انت بتتعصبك انت بتتعصب للعلم بتتعصب لحقيقة لناس بتتبسلا انت شايف انها انها تدمرت بالافكار ديها لكن في واحد بحس ان عنده لا عنده باد هستوري حد من المسلمين كان مستعبده ولا حاجة فبيطلع غلبه بيد يعني في ناس بحسة كده زي احمد حرقان اخي 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 انا اشرح لك ظروف اخي احمد حرقان مع مع التحفز يا شباب الرجل مش حضر معنا ومش قادر يدفع النفس فبلاش نتكلم عن الحد بما هو ما راح يعني ما راح ندخل نحكي يعني بطرف الاخ احمد الاخ احمد عانى كتير من الاسلام لذلك الانسان كله اتنا كله اتنا عموما نحن لما بنضيع عمرنا في شيء بنحسه خرافي بعد ما نكتشفه خرافي اكيد فيه كمية غضب كبيرة تتجا وهذا واضح من كل الاخوة الملحدين يعني ما هو شط احمد حرقان ليس احمد حرقان يعني احييه هو الشجاع اللي يطلع يحكي يعني وهو تعبير عن غضب اسمعني حبيبي اه طيب فيه معنى الاتصال من الاخ سامي اسمعني اسمعك تفضل سامي اه شكرا شكرا حبيبي مرحبا بضيوفك الاعزاء ونبينا جورش اولا تعال حناثية وصديقك الشجاع الاخ او كذلك انا حبينا نتكلم على جانين يعني في الموضوع هذا اولا انا اه يعني اخ جورش قال بان ما نقوله من امي ابن بي سل صح صح يا اخ جورش لك ساعطيك كذلك حاجة اخرى مش نقلها محمد من ابني سلته بس نقلها كذلك يعني من حقول لك المصادر يعني من اي اه من نقلها يعني جانين كذلك نقلوا من ارستو ارستو هاقول لك كتابات ارستو هي مصدر محمد لقضية مراحل تكون الجانين ونوع الجانين في القرآن والاحاديث النبوية بالدريب البرحان ربما يندر جدا من لاحظ العلاقة بين ارستو وبين محمد بخصوص الجانين ونوعه في القرآن والسنة لكن توماس بيرنابا قد لاحظ هذه العلاقة حينما كان اه كنت اقرأ المجلطة الرابع من قصة الحضارة لويل ديورانت واكد ان انا لم اسمع ابدا او اقرأ لاي احد قد ربط بين ارستو ومحمد من قبل واقدم هذا البحث لمن يسئل ان لم يكن محمد رسول من عند الله فمن اين جاء بما راح تكون الجانين في بطن امه ويعني وكذلك اه يعني ربما يندر جدا من لاحظ العلاقة بين ارستو وبين محمد خصوص الاجاز النبوي محمد يتطور الجانين ونوعه في القرآن والسنة ولكن توماس بيرنابا قد لاحظ هذه العلاقة حينما كنت اقرأ المجلطة الرابع من قصة الحضارة لويل ديورانت واوكد اني لم اسمع ابدا يعني نقلها من ارستو امشوا اقرؤوا كتابات ارستو حطلقوا نفس الجيء نفس في المراحل الجنين هذا وكذلك ما قال امي ابن ابي صالف نقل يعني نقل كل شيء يعني هذا يعني حقيقة يعني تقرأ وكذلك يعني انا الاخ المصري العزيز باحترمه لكن اقوله انت تؤمن بقول البعيد بانه يعني دواه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالحبة السوداء حبيبي جورج قاري في امريكا وانت قاري في يثرب في قريش هل اصدق امريكا او يثرب في قريش بكل احتراماتي يعني افهمت انا اكلم الاخ الطبيب المصري الطبيب المسلم عامة في رمضان يا اخي جون عندما تبشيله في الافطار يقول لك الماء الماء كل نص ساعة الماء الماء اشرب في النهار اشرب في النهار عندما تبشيله في رمضان نفس الطبيب يقول لك لا لا الماء مش تستطيع ان تبقى نهار كامل وتشرب فهم لانه يعني الاسلام يطعى علي فلهذا انا يعني يعني اه امري يعني اصدق العلم يعني فلهذا يعني اسطورت ارستو كلهم يعني من ارستو من اه امري ابني ابي صلط اقرأه وسطره يعني فهم فلهذا من يؤمن ببول البعير اسأل الاخ المصري دكتور هل تؤمن ببول البعير بانه يشفي شربه الرسول مكتوف العلي ما يهرب على السؤال اكيد اكيد انا راح اترح عليه على السؤال بالضبط بالتحديد يعني شكرا لك اخي سامي حاجة بركة دقيقة جسي سيجوند يعني هل اكتشفنا القرآن مثلا امراض الطعون والسيدة والسكر واخيرا اشكر كثير الفرصة لأشكر كثير اخجان قرأته في الصحيفة مع اللقت يعني ما قلت يعني ارفع لك قبعتي ولم ارمي لا ارمي الورود يعني ونحن ورائك يعني الالحان سينبسر ولا يخوفنا واشكر لكم عزيزي وارد ان يجاوب على كل بعير اكيد اكيد شكرا سامي شكرا حمير يا طه لا تتهرب هل شرب الشخاخ ينفع وهل شرب الشخاخ شفاء من كل داء اريد جواب صريح طريح مبيح فريح من كل الاصناف اللي تحبها هل شرب الشخاخ فيه شفاء لكل داء شرب فيم يلا المية كتبت بالمطر كيف حبيبي كيف حبيبي فيم يلا المية المية هي بتاع العريفي اللي ضدها اللي نسيت اسمها باقى يعني هل انا اسألك سؤال صريح وجاوبني ونعم او لا هل شرب الشخاخ فيه شفاء لكل داء تفضل هل في حاجة اسمها الشخاخ الشخاخ الشخ الشخ من شخه يشخه شخخم يعني هو حبيبي طب ممكن انت عندك النص بتاع بول البعير حبيبي نص الحديث بيد عندك انت ايه المكتوب فيه حبيبي هو حديث في صحيح البخار يقول في مجلوع في الناس معلش انا هستعين بصديق اخوها الكبير الدكتور محمد عبد الحميد اسمعني نصح الكبير خليك معايا جورج خليك معايا جورج جان لا خليك معايا معايا خلينا اتصل بالاخر 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 سارة انا على كل حال باقي عندي وقت ضيق يعني وقت محدود ساعتين بدي اغلق الحلقة اه طيب خلينا اتصل بالاخر سارة كانت وعادي سارة اخت سارة عندي تردي على السكايب يصهر الاخر سارة معان تسمعنا على كلهم في عندي اسئلة اخرى من في عندي سؤال من الاخ موسى تحياتي لك اخ جان في عندي سؤال للاخ طاها الاخ طاها اصلا ما عم تسمعنا تسمعنا اخ طاها تمام يا ريت تتفضل تجاوبني بداركت وبدون شغل الاخوان المسلمين بتوع مصر لا 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 ارجوك ارجوك خلينا اعطيك المجال الكامل تتكلم بدون اي مقارنة يا ريت تعطيني داريكت نعم او لا بدون جماعة الناس مثل جماعة المرسى يعني هذول اللي بيلفوا بيدوروا حول الموضوع ارجوك هل شخاخ فيه الدواء لكل دا؟ يعني هل شخاخ الجمل او شخاخ البعير؟ يعني انثى الجمل هل فيه دواء لكل دا؟ دواء دا؟ يعني زالتلك كل دا؟ معناته هو السرطان دا؟ الغبو دا؟ الزهايمر دا؟ كل هاي داءات يعني خلينا نجمعها؟ هل شخاخ البعير؟ انثى الجمل فيه شفاء لكل هذي الامراض؟ فضل سمعني كويس كده عشان سمعني كويس عشان الصوت عندي ضعيف شوي سامعك جيد؟ تصدع هاتم او بالنسبة للموضوع ملمي بيه والتفسير بترعه؟ على كل على كل انا سؤالي مضح انت بتقول ان انت مصمم على ايابة هزي السؤال طبعا بدي اما هات اما هل فيه شفاء لكل دا؟ اتفضل تمام من انا مش مش بهرب من اي اجابة مستحيل على فكرة هتلاقي شخص زي صريح مع نفسه الموضوع لما جورج اتكلم في حكاية الحديثة اللي اتكلم بتعجينين قلت لهنا غير ملمي بيها حقرف فيها ونرجع نتكلم مع بعض الموضوع بقول البعير انا سمعان فيه يعني سامع فيه بجد يعني وما فيه اه حديث دا يعني هو بيتكلم عن ايه وبيستخدم فعلاج ايه اللي انا عارف بقاني ميه حديث كامل انا اقل لك ياريت ياريت بجد ياريت يعني الحلقة الطول ياريت عشان انا بس فيه هنا حدي الحلقة باقي لا ابو طعش دقيقة عاد تمام وتنتهي يعني اه 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 حديث يعني جورج جورج يعني جورج معلش ينغير يموت وكلمني منت تريد يتجاوب على السؤال او لا 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 جان يا جان انا انت بتقول من قال الله اعلم فقد افتح بجد فعلاً بحياة الحياة لا اعلم معلش خلص احدت جواب لا اعلم يعني انت الدكتور طبيب طبيب اجاوبني بدون احاديث بدون اي شيء هاي شخاخ بتيعفي بالعين قل لي بس انت طبيب بس شكراً شكراً هاد المطلوب هاد المطلوب وشكرا انت قلت شخاخ لا بكل ايضاء شكراً هاد المطلوب تمام تمام عندي بس برضو بس برضو لا اخذنا الاجابة شكراً كثير لك دكتور لا 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 مدغط عنيش يا جاني طباً لا مدغط عنيش لا لا انا انت سعيد والامانة العلمية تقتضي حسب معلوماتي العلمية انت بتقول لي بالعلم اي قلتلك ايضون سنكسو ما اعتقدش اني يعني ده شيء ضر بيطلع من الجسم بمخلفات اذا مخلفات الجسم اساساً اوكي انما موضوع 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 بهذا الكتاب موضوع 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 لحمد عبد صمت وحب أخوة جورجي يعقب عليها. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنهم يصعدوا للسماء. محمد عرفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرفها يعني. عرفها ازاي وفاني كتب كانت مكتوبة قبل منه فأرسته او كده ان كانت مكتوبة يعني. يريت يعني جورجي علق على الحتة دي. على كل ان انا راح اخد كلمة اخيرة من جورجي اذا بدك تعلق على هاي وكلمة اخيرة بشان نغلق الحلقة. اتفضل اخي جورج. يظهر الصوت جورجي مموم ساعدنا نهائيا شو القصة مبارك. جلدة الحنفية تخلى عن جورج. لا لا جنت الحنفية لا تتخلى عن جورج. تخلى تواجب عن جورجي اعترف ان جلدة الحنفية تخلت عنك. بس دقيقة. الانترنت الموبايل شغال زي الطيارة. طيب طيب. على كل ان جورجي بس تشوف الفينشي او الكنكشن عندك. على كل ان اذا في عنقات كلمة اخيرة بتحب تقولها طهات فضلا. هلا انا بحب اقوله ان يلقب علمية. عشان الناس ما تقعدش تتكلم في الموضوع ديه. وتهاجم الكتب الدنيا على اساس انها كتب علمية. دي بتبقى مقتطفات بسيطة موجودة عشان بعد كده الناس تؤمن. والموضوع مش بس يعني متخلى الآية الجنين. استنى استنى شوي استنى انت رايح فين يا بني. يعني مقتطفات علمية بشان الناس تؤمن طيب الناس ليش ما عم تؤمن ليش انت انت طبيب ما عم تقدر تبرهن هالمقتطفات العلمية اللي ما لا اساس من الصحة يعني. الله قلنا لك مقتطفات علمية محمد امر الناس خلى الناس تشرب شخاخ وانت تقول لي شخاخ لا يفيد. فاي مقتطفات حرام علمية. معلش. جان. انا قلتلك. الاحاديث اللي اتحدثت عن الامبرولوجي اللي هو الجنين انا مش مقرتهاش. وانا حرجع لها ونرجع نتناقش تاني في الموضوع ديه. موضوع بول البعير انا مش ملمة به. يعني معلش العلم بيضيع بين اتنين. انسان يتكبر ان يسأل وانسان خيول ما يسألش. انا ما عرفش المعلومة بقول ما عرفش. انا فقط افتح. انا بتمنى تروح شوف الشيخ بهلول النجار وشوف المركز اللي عامله في الصعيد لشرب بول البعير. يا ريت تشوف تحط بس باليوتيوب بول البعير وشوف الحلقات اللي مسألنا التلفزيونات مصرية على البول البعير. وشوف بول البعير موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم. مسلم الدخمات. المرمزي المرمزي القرمزي كل الشي اللي هي. موجود عندن حديث بول البعير. انا سألت لك عبيبي. انا حشوف. على كل انا بتشكرك كتير اخوي طاها. وانا كنت بتمنى يكون معنا الاخ جورج كمان حتى تشكره. لا ما عليش لازم تعترف ان جلدة الحنفية تخلت عنكم. نعترف ليش تلاقي يعني شو الشغل لجنته. جلدة الحنفية سأعاقبها المرة. بس انت 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 ما تقدر عاقب ربك. يا ريت يا ريت تقدر عاقب ربك انت كان. لا استطيع. انا عندي جرأ ان اعاقب جلدة الحنفية ولكن انت لايس عندك جرأ لانه السيف محطوط عراسك. على كل انا بشكره كتير اخوي طاها. وعزائي اصدقائي اتمنى تكونوا استفدتوا وكل هاتنا استفدنا من هال مناظره هاي ونتمنى تتكرر المناظرات وانا يعني اشجع كل مسلم انه يتصل فينا ويعرض علينا المناظره يشوف الاخ جورج ايجا معنا. اخي جورج معنا انت. ما في صوت. ما في صوت. على كل على كل انا راح اقفل حركة. شكرا كتير لك حبيبي جورج وشكرا للاستاذ طاها. ومثل ما انا اصدقائي المسلمين يا ريت تصلوا فينا وفي طبعا في شخص اتصل فينا وهل بده ساي مناظره ونحن جاهزين طبعا راح نشوف نوعية المناظره ونحيق له دكتور كمان في نفس الاختصاص اللي بده اياه وانا بتمنى يكون في الطب حتى نكون ضيفنا دكتور جورج. شكرا لكم اصدقائي. الى اللقاء في حلقة قادمة. الى اللقاء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة